موسيقى مشاهدين الكرام مساء الخير بعد حراك الأسابيع الماضية وبعد انتظار الولادة بالأيام والساعات أصيبت الحكومة المنتظرة بانتكاسة هل عدنا إلى المربع الأول؟ هل عدنا إلى نقطة الصفر؟ ما هي الأسباب الحقيقية؟ وماذا عن السيناريوهات المفترضة؟ وهل سنكون مع جولة جديدة من المباحثات والمفاوضات والانتظارات؟ وما علاقة كل ذلك بما يجري في المنطقة من سوريا إلى جونيف؟ في حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة استضيف الجزء الأول ومباشرة من دارته في الحزمية النائب الشيخ بطرس حرب وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة استقبل مباشرة من السوديو النائب عماد الحوت والنائب السابق سليم عون وفي الحلقة روبرتاج خاص عن الحقائب والوزرات والمداورة في سجل الحكومات المبنانية في مرحلة ما بعد الطائف إضافة إلى روبرتاج عن فينيقي مستنسخ في بيروت طبعاً لاقتراحاتكم وأسئلتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك وعلى تويتر أما سؤال النقاش لهذه الحلقة فهو برأيكم هل سبب التأخير الحكومي هو وزارة الطاقة أم أن السبب في مكان آخر إذن هل سبب التأخير الحكومي يكمن في وزارة الطاقة أم أن السبب في مكان آخر للنقاش والتواصل معنا إذن عبر الفيسبوك أو تويتر الصفحات الخاصة بالبرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذن أنتقل مباشرة إلى الحزمية مع النائب بطرس حرب شيخ بطرس مساء الخير وأهلا وسهلا فيك يسعد مساءك أهلا فيك طبعاً السؤال البديهي بس بيتمنى أنت آلاش بداية بدنا نعايدك بعيد مار مارون اليوم إن شاء الله بنعايد عليكم وعلى لبنان بالخير إن شاء الله والسؤال البديهي يلي بدنا نبلش فيه الحوار ما أعرف إذا عم تسمعني مظبوط أن حلت المشكلة عندك ولا ماشي الحال عم بسمعك ونحلتها شكرا إذن السؤال البديهي في البداية ما هي آخر أخبار البورصة الحكومية يعني يبدو أنه بهاليومين رجعنا خطوات إلى الوراء البعض يعتبر أنه عدنا إلى المربع الأول حسب المعطيات والمعلومات المتوافرة عندك ما هي آخر أخبار البورصة الحكومية؟ بالطبع أنا مش عم تابع التفاصيل اليومية ومش عم تابع أكيد البورصة بس الموضوع بيهم كل اللبنانيين وبيهمني كمسؤول لأنه البلد ما فيها تستمر بلا حكومي وبعتقد بالطبيعي بعد تكليف الرئيس تمام سلام من أكثر من عشر تشهر أنه نفوت على مرحلة التشكيل الحكومي لأنه البلد ما بتحمل فراء الاستحقاقات مضاهمة في عنا انتخابات رئيس الجمهورية قادمة ما بعتقد فينا نواجه هذه الاستحقاقات والوضع الأمني والوضع الاقتصادي وما في حكومي بالبلد أنا بعتقد أنه المعلومات اللي بتوفرها مؤخرة عندي أنه بالنتيجة في مساعي جدية للاستعجال بتشكيل الحكومي وعلانها خلال 24 ساعة المقبلة هل أنها بتنجح هالمساعي؟ ما بتنجح؟ إن شاء الله بتنجح لأنه الناس طلع دينا من هذه عملية التجاذبات الحاصلة عليها ومن عملية المطاليب والمطاليب التعجيزية وبعتقد كل الناس هي بحاجة أنها تشعر أنه في حدا حكومي متولي إدارة شؤون البلاد وبتتشكل الحد الأدى المطلوب بالطمئنان أنه البلد ماشي بصورة طبيعية ضمن نطاق الدستور والقوانين اللي هي بتنعها بس المشكلة أنه هذه الموعيد صارنا جمعة نسمع فيها يعني كل يوم بينقلنا أنه خلال 48 ساعة خلال ساعات خلال 72 ساعة يعني بس خاصة بهالأسبوعين الثلاثة الأخرين كتير صارت الموعيد عم تنعطى أنه بالساعات وبالأيام القليلة وكله طلع بالآخر وكأنه ما في شيء يعني وصلنا لمطرح ما بنعرف شو نطرنا هلأ بالطبيعي تكون واحد واقعي شوي عملية البورصة مش بإيد الناس الناس بتلقى نتيجة ارتفاع أو هبوط الأسهم طبع الحكومة في البورصة في شخصين مسؤولين أساسيين عن تشكيل الحكومة هن رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهوري هني عم بيحاولوا يعملوا اتصالات تا يشكلوا حكومة جامعة تضم كل الأطراف السياسية في لبنان تا هالحكومة بما تكون موضوع خلاف إنه يبدو أنه ظروف اللي سمحت بتطراية الأجواء لإعادة تدوير المحركات تبع سيارة التشكيل الحكومي يبدو أنه صار فيها شوي التغيير بمعطياتها وأنا أعتقد هنا الطرح التافه اللي عم بينطرح أنه وزارة الطاقة أو وزارة كذا ما هي إلا ترجمي لأنه بتسهلوا الأمور في ضوء أخضر بتبطل في مشكلة في ضوء أحمر تصير هاي هي المشكلة اللي منها عم بينطلقوا لعرق للتشكيل الحكومي اللي حصلت في فترة معيني مع مؤتمر جوناف 2 اللي ابتدأ من فترة واللي بكرة رح يرجع يكفي شغله يستقنف حلقاته أنا بعتقد خلق هذا المؤتمر جو إيجابي من الارتخاء على صعيد العلاقات الغربية الإيرانية وهذا المؤتمر وطبعا بالإضافة للمفاوضات الصارت والاتفاق الصارت حول الموضوع النووي الإيراني الغربي أنا بعتقد هوني خلق وجو من الارتياح السياسي دفعت طبعا بعض الأطراف اللبنانية اللي هي متعاطفة مع إيران أو متعاونة أو متحالفة أو تابعة لإيران إلى أنه تخفيف الشروط اللي كانت عم تطرحها بالماضي واللي كانت إذا كل الناس اللبنانيين بيذكروا أنه مثلا كان السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله كان عم بيقول البطروح 9-9-6 وعم بيقول لقوة 14 دارق بلو 9-9-6 وقالا بعد شو ما نحن نعطيكم الشيء هلأ طبعا طرق عنصر مفاجئ إيجابي ما بنرحب فيه وأنا بعتبره شيء جيد أنه حزب الله غير موقعه والموقف تابعه كان عم بيقولي تعاولنا نشوف نرجع لثلاث منات اللي كانت حكينا فيها بالماضي واللي كانت رفضها حزب الله وحولها فيها بس كمان يعني بالمقابل تعاولنا نحاول نشكل حكومة مع بعضنا بس بالمقابل كمان الطرف الآخر يلي أنتوا بتنتموا لقيله فريق 14 أدار وتحديدا الرئيس سعد الحريري كمان كان موقفه أنه لن نجلس في حكومة واحدة مع حزب الله وإذ فجأة صار بدو يقعد مع حزب الله يعني كمان في ضوء أخضر من مكان آخر إجا لعند سريق 14 أدار ولعند الرئيس الحريري تحديدا أنا الحقيقة ما بدي هلأ أخبر أنه هذا عامل شيء إيجابي وهذا دازل مقابل يعني من يفايد بهذا نظريات التوازن بالتنازلات ما هذا الطرح اللي عم بطرحه أنا عم بحاول تشوف نظرة موضوعية تحليلية القصة أنه في جوم الارتخاء دعا حزب الله للرجوع عن شرق تعجيزي ودعا طبعا الشيخ سعد الحريري لإفساح المجال أمام محاولة لتركيب الحكومي كمان للعوضة عن شرق بنعكس على المالتين بنعكس على المالتين هذا الجوء ما بنعكس على مالي وحده لشناك تفوت الجدل أنه هذا تراجع وهذا تراجع ما مفيد الناس شبعت هذا المناخ من الارتخاء هذا المناخ شيخ بطرس من الارتخاء اللي تحدثت عنه شو صار ترجع وكأنه تعرقل يعني هل مرتبط الأمر نعم أنا لتأدير الحياة لتحليل باللصة هلأ عندما برز هذا المناخ الإيجابي كان بوقتها في دعوة موجهة لإيران للمشاركة بمؤتمر جناف 2 على أساس أنه ضمنا أنه المشاركة بمؤتمر جناف 2 بد يكون مقابل بمقررات مؤتمر جناف 1 اللي بتحكي عن تغيير السلطة في سوريا إلا أنه بعدما وجهت الدعوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقرب الموعد فجأة فهم أنه الموقف الإيراني مش موافق على جناف 1 وبالتالي عندما تبين هذا الأمر جاي هيك طبعا صار فيه تجازب سياسي دولي وأقليمي دفع بانكيمون يقول أنه يطلب من إيران أنه الدعوة التي وجهنها سحبناها لأنه أنت مش موافقة على مؤتمر جناف 1 هذا الأمر بيخلق توتره من جديد طبعا ما بيردنا للسفر لأنه صار فيه خطوات إيجابية متقدمة بس إلا ما هذا بيخلق جو من المواجهة والتوتر ومحاولات الضغط من هذا الفريق ومن زيق الفريق مشاني حسن شروطه في المفاوضات الدولية والإقليمية أنا بأعتقد هذا العكس على لبنان العكس على لبنان بمعنى أنه أفضل نستكفي وجه النظري العكس على لبنان بمعنى أنه قوة ميني أدار اللي هي عوجتنا أنه القرار يكون عندها كانت هي موافقة على هذا المسار موافقة على المداورة موافقة على ثلاث منات موافقة على وجوب إصلاع بتشكيل حكومي وأنه خليني أقلع البلد تنتفيد الفراغ الآن بالطبع طلعت عنا نظرية أنه لم يستشر التكتل الإصلاح والتغيير بهذا الأمر علماً ولما كان معه خبر في مداور علماً أنه واحد لبناني بأي بقعة من لبنان اللي عارف أنه من عشر تشهر اليوم الرئيس تمام السلام عم بيحكي بمبدأ المداورة كأساس التشكيل الحكومي وهو مبدأ كان ينادي فيه التيار الوطني الحر وكان ينادي فيه معظم الناس اللبناني أنه ما بيجوز تبقى وزارة حكر على شخص أو على طائفي أو على حزب معين وأنا بعتقد هدي عندما طلع التكتل التغيير والإصلاح وقالوا أنه نحن مرنا بالأجواء ما حدا شورنا والحقيقة أنا معي خبر أنه رئيس تمام السلام يجتمع أكتر من مرة بمندوبين من التيار وبحثوا في تشكيل الحكومي إلا أنه عندما قالوا بحثوا بالمداورة بحثوا بالمداورة بحثوا بالمداورة نعم نعم بقدر أكد على هذا الأمر بس يعني نقال بقدر أكد على هذا الأمر كواقعة أنا بأكد على أمر كواقعة مش تحليل لوني أنه في معلومات أكيدي من الرئيس تمام السلام بالذات أنه طرح مبدأ تشكيل الحكومي على أساس المداورة وصار في نخاش في الاجتماعات طبعا لي حق ولا الكلام أنه صار معروف بين الرئيس تمام السلام وبين مندوب التيار الوطن الحر حول هذا الأمر وصار في طلب من جماعة التيار الوطن الحر أنه لا نحن نبقى وزارة الطاقة معنا وكان الرئيس السلام جازم بهذا الأمر لا ولا وزارة لن تبقى مع الفريق الذي كان يعني فإذن ما كان في اتفاق يعني ما كان في اتفاق إذن على مبدأ المداورة مع الطرف العوني يعني مضبوط مثل ما عم بقول أنه هن معهم ما كان في اتفاق ما حدا بس ما حدا عم بقول كان في اتفاق عم بقول لك أنه الاتفاق كان الجو الخدأ من بعد بصارة عملية عدم التشنج السياسي الدولي والقليمي أنه لا بنا نسهل الأمور وما بنا نتنازع عن الشروط علما وأنه ما حدا كان شايف أنه ممكن مصير حكومي ومصير بلد مثل وقال الرئيس جمهوري ديون بيرتبط بحقيبة أو بيرتبط بشخص لأنه هم الناس أبعد من هاي كان أنا ببقى يعني قصة أنا ما بسدق أنه البلد وقف على شخص وحقيبة يعني ما في بيسدقها ما بتركب هاي اللي بيقول الناس أنه مصالح الناس مصالح الدولي وحدة البلد تشكيل حكومي وقف على أنه أبطعتو الوزارة الطاقة لفلان أو أبطعتوها لفلان بلد بتقرر علينا مستقبل لبنان حالي أول مرة بنشهدها أول مرة بنشهدها بالتاريخ الديموقراتيجية والصراعات السياسية بأنه الصراع ارتدى طابع شخصي بس بغد النظر وطابع أنه الخصص لفئة معين نعم بس بغد النظر شيخ بطرس عن موضوع وزارة الطاقة يعني منى القصص الباقي محلولة يعني أيضا هناك عقد بمطارح تانية وبحقائب تانية وبوزارات تانية وحتى داخل فريقكم السياسي في عقد معينة لها علاقة بداية يعني موضوع امتناع القوات اللبنانية عن السير في هذا الاتفاق وعدم المتاركة بالحكومة جوزنا بعدين نقطة تانية جوزنا نقطة الحكومة عم تتشكل بلا القوات اللبنانية ولا تزال القوات اللبنانية قالوا موقفهم المبدأي وطبع كل الناس احترمت موقفهم وبالتالي كان المشروع انها تتشكل الحكومة وغياب القوات اللبنانية عنها وبالطبيعة وبعدم استمر بالمرتبة التانية كان في قصة وزارة الداخلية انه في تجاذب حول الداخلية بين تيار المستقبل وغير الرئيس المكلف يعني كمان استي جورج هادي جديدة هادي جديدة ما هيك هادي طرحية مؤخرة بالأسبوع الماضية وما كانت وارد بالحسابات الماضية اللي كان وارد بالماضية ده بتسمح لي شوي وضح لانه طبعا رأي العام بهم ويعرفها لصة كان وارد انه في وزارات سياريات وهون لي ملاحظة انه هاو بفروم السياري شي بدحك يعني من كان رأسهم وزارات سياريات ما بعرف بس انه اعتمد هيدا الأمر اعرض وزارة سياري تزعتنين الـ 14 أدار دين لـ 8 أدار اخر 8 أدار المالية من أهم وزارات لبنان واخدوا معها وزارة الخاجية وفي بيئة في وزارتين الداخلية والأمن والدفاع والدفاع اللي هنه كانوا منحصة 14 أدار هلا عندما عندما وهذا كان الاتفاق هيك كان صاير وبدون البحث لانه عم بيجي مطروح ناس رموز عندها بتشكل نوع من الاستفزاز بالحياة السياسية بطريقة تعاطيها من قبل 8 أدار وما حدا قال لا يعني ما حدا تحفظ اللواء أشرف ريفي يعني بالدرجة الأولى نعم لا لا عفوا خليني بس لا بتخليني كف لأنه ما بدي يخلط شابين برمضان بوقتها وقعت لي أرروا وفهم أنه التوجه تبع قوة مني قدر أنه يسيروا العماد بشلعون وما يفوتوا بالحكم ونعرف أنه يمكن يستقيلوا من الحكومة يكون النصة تكون أقل حدة رئيس الجمهورية هو يطرح أنه اطرحوا لي من نسبة للوزارات الأمنية وبعتقد أنه الأطراف الآخرين لفتوا النظر أو تمنوا على رئيس الجمهورية هذا الأمر رئيس الجمهورية عم بيقول خلينا نسمي بالموضوع الأمن هيك يشكلوا نوع من الارتياح للناس ومشانا يكسر فيه تحفز على بعض الأسماء اللي أنا مش من رأي هذا التحفز ها كنتيكون واضح أنا شخصيا أنا بعتبر هذا التحفز في غير مكانه لأنه هذا التحفز مفروض يقوم كل الاستفزيزيين من الفريق الآخر هلأ هنه ما أرروا ومريفوتوا وبعد إنما يقوموا كلهم إلا أنه بما أنه هذا الأمر في اليوم المسائع عم بتصير بما أنه رئيس جمهورية عم بيطلب هذا الأمر قوى 14 دار وبصورة خاصة تيار المستقبل اللي هو معني مباشرة بعملية الدخلية عم بيبحث هذا الأمر وبعتقد رح يخد موقف بهذا الأمر يبلغ الرئيس جمهوري والرئيس المكلف في أقرب وقت ممكن وبتأمل لأنه يلتقى حل ما لهذه القبيلة نتقلع الحكومة بالشكل اللي الرئيس جمهوري طرحها هل صحيح هل صحيح أن الرئيس الحريري يصر على إعطاء حقيبة الدفاع للشيخ بطرس حرب ما على علمه هذا على كل أنا إذا هذا أنا مش على أنا مش على اطلاع علي بس هيدا نشر هذه معلومة ريناها ببعض الوسائل الإعلامية ريناها ببعض الصحف هل صحيح أنت رجل إعلامي كبير وقديم ما بعتقد كل ما ينشر صحيح ولا معناتك كل ما ينشر غير صحيح مش هكا عم بسألك أنا عم بستوضح منك أنا معلوماتي الحقيقة المعلومات تبعي أنه لا الموضوع مطروح بعملية توزيع حقائم بشكل آخر يختلف يعني مش أنه شرط بالطبع من الطبيعي كان أنه الداخلية والدفاع موازات الخارجية والمالية تيجي بقوة 14 دار لأنه الموضوع عم بيتعالج يعني مش أنه مطروح أو سودة أو بيضة فيه بالسياسي دايما الرمادي بيغلب به بموضوع بهذه الدقة وأنا بعتقد أنه هذا الموضوع إن شاء الله لقيله حل يلاقي حل بما يحفظ كرامة كل الفرقاء السياسيين بما يحفظ عملية التشكيل الحكومي بشكل يريح الناس وبما يتطلعنا من هالمأزق اللي عم تدور فيه بسبب شروط التعجزية اللي هني تواجهنا فيها خلال تسعة تشهر ونص الأولى يعني نعم يعني حتى كمانا بالنسبة لحقيبة الدفاع بنقال إنه الكتائب يطالبون بأنه تكون حقيبة الدفاع من حصتهم أيضا يعني من حق القوة السياسية من حق القوة السياسية أن تطالب هلا بقي الملاءة مين بيقررها بيقرر لها رئيس الجمهورية ورئيس وزارة المكلف الملاءة من تعطاء هذه الحقيبة لهذا الشخص أو لهذا الحزب أو لهذا الشخص التاني أو لهذا الحزب التاني هذا أمر طبعا بيقرر لأنهم اللي بقيت بدراكد لك باسم الكتائب رغم أنه ما سيهت تشاور بيني وبينهم ما بعتقد الكتائب عاملين منها قصة ولا بعتقد أنا شخصيا عامل منها قصة هذا موضوع ترحص عم يصير بالبلد طب أي حقيبة يريد النائب بطرس حرب أو أي حقيبة طرحت عليك أو تم التشاور حول معك الحقيقة ما صدت تشاور معي وفي كلام عن بنقاد بس ما في تشاور وأنا ما تعود أصدق تشكيل الوزارات ارقد شوف أي وزارة بده يطلع لي أو كان يجي وزير أو لا أنا عملت وزير أربع مرات ولا مرة سعيت جديا وأكتر الوزارات من الوزارات اللي جيت فيها يمكن آخر مرة عرفت أنه أنا جي وزير قبل الوقت بس بالماضي كنت قاعد ببيتي اسمع التلفزيون مثل مثل كل الناس اسمي إنه طلعت بالوزارة مش هلاك أنا بتشكيل الحكوم هيك بتلاقيني رحت على الظل وبتعادت عن التعاطي بهذا الأمر لأنه أنا بعتبر الوزارة هي خدمة عامة هي خدمة لمصلحة المجتمع والناس وهي تطحي من قبل بده يعمل الوزير مش مكسب أو محل ممكن يشوف الوزير شو بيطلع له جاي الوزير تعطي بالوزارة مش هلاك بعتبر أنه طبعا أنا إذا شرفوني وكلفوني بتحمل حقيبة أنا بعتبر هيدا عم بعمل الخدمة العسكرية تبعي في لبنان إلا أنه طبعا ما بعتبر أبدا أنه هيدا مكسب شخصي يمكن على صعيد السياسي لها جانب بس مش موعود بحقيبة بس أنه مش مكسب بس مش موعود بحقيبة أو بوزارة حسب حسب ما بلغني حسب ما بلغني بتوزيع الحقائب مش الحقائب يعني البقاعد الوزارية أنه في للمستقلين ب14 دار مقعد وزاري وهذا العامل نحن نبحثه فيما بينه كقوة مستقلين ومنقرر أولا كيف تتشكل الحكومة تنقرر مبدأ التعاطي مع الحكومة إيجابا أم سلبا مع لهم نحن ميالين إيجابا أكثر من سلبا وبالتالي نشوف بعالين الحقيبة التي تعطيها طيب بس أكيد مش حاملين شروط يعني بالعودة بالعودة شيخ بطرس للعقد الحكومي يعني بدأ بالنتيجة وكأنه فريق 8 أدار متضامن مع بعضه يعني شفنا تضامن حزب الله مع العماد عون من خلال البيانة اللي صدر عن اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة ومن خلال مواقف حزب الله وإلى ما هنالك بينما بالمقابل عندكم شفنا أنه أول شيء القوات اللبنانية تركت لوحدة يعني قالوا القوات ما بدنا نفوت بالحكومة نحن ديمقراطيين خلقوا ديمقراطيين أكتر طيب بس بيّن أنه كأنه مش الحال من دونهم ما بدكن تفوتوا خلاص فاتوا الكتائب وإنتوا كمستقلين وتيار المستقبل وإلى آخره ومع لشي القوات يضلوا برا يعني هيدا بيّن أنه هنيك مسنودين أكتر كتحالف يعني العماد عون مسنود أكتر من حزب الله منما القوات مسنودة من طيار المستقبل أو منكن أنتو كمكونات تاني أنا 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 بتمنى الحقيقة البحث يعني هاي المقارنة أنه هون مضبوطين أكتر وهون يمكن هون في شيف دوركاستر لقطة أكتر بيني أدار نحن ديمقراطيين يعني كل واحد مننا عنده رأيه وبعدين نحن مع القوات اللبنانية وجهة النظر اخترفت بشغلي مش بالأساس قوات اللبنانية بيعتبروا أنه البيان الوزاري تنفهم على أساس فيتين على الوزارة نعم خلينا نتفهم على قضيتين الأساسيات أعلاني بعبدها وهذه الثلاثية تبع الجيش والشعب اللقاول نحن بنرفض أنه تلحط البيان الوزاري وبدأ أعلاني بعبدها تكون هو الأساس تبع البيان الوزاري قبل ما نفوط على الحكومة الفريق الآخر رغم أنه كان ميال هكي يعني بعد ما أرر شاف أنه يمكن أسلم تسهيلاً للمهم أنه منفوت على الوزارة إذا ما قدرنا وصل له حقنا اللي عم بيقولوا القوات واللي احنا عم نقوله أسناء وضع البيان الوزارة اللي حاين ناخد بوقف سلبي من الحكومة هذا يعني النوياص اللي اختلفنا عليها مع القوات اللبنانية ما في خلاف بالمبدأ وبعد تاني أنه قرار القوات اللبنانية ما كان موضوع خلافي بـ 14 أدار بقدر ما كان موضوع توافقي بـ 14 أدار أنه خلي القوات اللبنانية يتأخذ هذا الموقف ما في ضرر بينما بـ 8 أدار الموضوع بيختلف الحقيقة بـ 8 أدار عندما قرر العماد عون أنه بده الوزارة الطاقة تضل للوزير الحالي للاعتبارات لكل الناس تعرفها بوقتها الحقيقة حزب الله اللي هو كان صاحب المشروع هو الرئيس بري والنائب وليد جملات مشروع 3 منات ومشروع المدامة بالرغب أنه أصحاب المشروع ما رأت حزب الله أنه يطلع ويترك العماد عون لأن العماد عون له فضل كتير على الحزب الله ما فيه لأنه هذه لسه بتزعج بتزعج بالصلاح الخاصة بس هذه معناتها أنه في متاني بالتحالف يعني معناتها معناتها أنه التحالف متين بكتوصفها بالمتاني بطول مسلح ناقل بديك كيه بس أنا ما لي علاقة بها الوصف والناس ما كتير بيهمهم هذا الموضوع بيقدر بيهمهم النتائج إلا أنه الحجة اللي بيقدمها التيار الوطني الحر أنه هني لم يستشاروا وأنه هاي تتعلق قضية بالمسيحيين وبحق المسيحيين وستراتيجية لوجود المسيح الحقيقة حجة لا تستقيم رحول لسبب السبب اللي بتسمعني شوية بدون مطأة نهار لحزب الله بالقرارات الكبيرة اللي بيخدها بيستشير مسبقا ديار الوطني الحر معه هاي الحجة تستقيم بس السؤال اللي سألناه وابدنا نسأله مرة تانية هل أنه نهار القرر حزب الله أكبر وأخطر قرار بتاريخه عندما قرر أن يدخل الحرب السورية هل استشار العماد عون والتكتل الوطني الحر أم لأنه هونيك القضية تتعلق بلبنان ومصير لبنان وسيارة لبنان وحياد لبنان ملائمي مش مهم أنه يستشير بس تتعلق بوزارة بوزارة الطاقة بملف الطاقة صار الموضوع أهم كتير من استقلال لبنان وسيارة لبنان تحزب تيار الوطني الحر رافض هلأ الانصياع إذا ما هونيك مش الحق يعني قبل وسكت يعني الحق اللبناني سألعو السؤالات لاي التيار الوطني وافق وسكت عن قصة دخول حزب الله الحرب في سوريا يمكن اقتنع ما استشاروه أكيد يمكن اقتنع وإذا استشاروه عفوا لا لا ياريت اقتنع هو عم بيقول نحن مش مقتنعين بس نحن سيكتين ونحن عم نقول وهني عم بيقوله طبعا مش نحن عم بيقوله نحن منفهم الأسباب بس نحن مش موافقين هذا أكثر من تصريح من العماد عون ومن كل التيار الوطني الحر مش ناك ما تقل اقتنع لأنه ما اقتنع وبعتقد أنه أعلان بعضة اللي هو وفع عليه التيار الوطني الحر ما نعتقد هو منسجم مع تورط حزب الله في سوريا نعم خليه ارجع بس نحن نعم خليه ارجع لموضوع الحكومي يعني عطفا على السؤال اللي علاءه بحقيبة الدفاع يعني نقال أنه بالتشكيلية اللي حملها الرئيس المكلف تمام سلام إلى أصرب عبدة منذ ثلاث أربعة أيام يعني بآخر زيارة لأله كان وارد اسم حضرتك كوزير دفاع وكان اللواء أشرف ريفي وارد اسمه كوزير داخلية وأيضا يقال أنه أنت ما كنت كتير محمس لتولي حقيبة الدفاع تفضل عليها حقيبة التربية شو تعليقك على هذه المعلومات لا الحياة خليني بس تكون صادق وشفاف معك ماني محمس على وزارة الدفاع مضبوط لأن وزارة الدفاع الحقيقة أهميتها بهذا الظرف هو أنه بدأت تتولى تنفيذ الاتفاع والإنجاز الذي تتوصل لأله رئيس الجمهورية مع العاهل السعودي ومع الفرنسيين حول 3 مليارات ليرة للتسليح الجيش وهذه شغلة كتير مهمة وكتير كبيرة أنه وزارة الدفاع المهمات طبع وزارة أفوا الدفاع هي بياد قيادة الجيش وما بعتقد وزير الدفاع راح يجي يتعطى بالتقنيات طبع قيادة الجيش وأنا لست خبيرا لا استراتيجي ولا شيء مش لك بس طبعا لو عريدت كنت تحملت مسؤولياتي يعني لو أنه لوقت لنقرر نفوت وعريدت علي بتحمل مسؤولياتي أما بالنسبة لوزارة التربية ربيت كفاية بأن أنا بعد شي وزير مش كتير برب ربيه بالتربية شباعة التربية مين بترشح مين بترشح بهالحالة مين بترشح ما إيلك شي وزير بده التربية أنا عم بسألك لأيلك بدي شوف أنت مين بترشح أنا ما عندي أنا مش عمشكل لحكومة طيب بمنطق المداورة بسؤالك في خلفية لأيلك ما بارف لها بتسألني السؤال كنت متوقع منك جواب معين ما بعرف وأنا كنت متوقع منك جواب خليني أرجع لمنطق المداورة يعني ما يقوله العماد عون حول موضوع المداورة أنه هو مع المداورة في حال كان هناك بداية عهد رئاسي جديد أو بداية عهد نيابي جديد بس شو الحكمة من المداورة بحكومة عمره شهرين أو ثلاثة ونحن منشوف أنه عادة الوزير شو المانع يعني الوزير شو المانع عفوا شو المانع بس خليني يكفي يعني الوزير لما بده يستلم وزارة معينة بفتكر بده الوزير الجديد شهرين ثلاثة تيدرس ملفاته ويقدر يستلم طيب أليس هذا منطقا سليما يعني إذا كان هيك طيب شو المحرز أنه نعمل مداورة منشان بس ثلاثة شهر خلينا نحكي بالمبدأ بالأول مثل أنه شو المبرر أنه نعمل المداورة شو المبرر ما نعمل المداورة لأنه السؤال هذا أساسي هل تمرير الصفاءات اللي هي هلها محضرة للتوقيع وإذا إجا وزير كفوق يعني فيه مديرين عامين يفترض أنه هنه بيعرفوا الملفات وهنه بيتابعوا الإدارة الوزير منه تقاني الوزير هو رجل سياسي بيتحمل مسؤولية إدارة الإشراف على عمل وزارته وعخذ الخيارات الأساسية الخيارات بأخوضة تفاصيل تلزيمات الأية الشركة والأية الشركة كيف ينعمل العقاة مش شغلة الوزير هي شغلة الإدارة النهار الوزير بريد يتحول لتقاني ويربط وزارة بشخصه أيا كان هذا الوزير وأيا كانت هذه الوزارة في شي غلط هذا البلد ما قايم لا على الأشخاص ولا قايم على حقائب معينة هذا البلد قايم على فرصة عم نقدمها للناس إنهم قربين نحن على مهوار اسمه استحقاء رئاسة الجمهورية إذا ما عملنا رئاسة الجمهورية بجو بالحد الأدنى من الارتياح السياسي عم نبتحط البلد بالفراغ مشان إنه ناخد وزارة معينة ما عليه شيء إذا ستنا البلد بالفراغ وإذا إجت الاستحقاقات الرئاسي فيها الجو المتباعد وفي أزم سياسية قد تعرض البلاد إلى أنه ما ننتخي برئيس جمهورية أفضل الحقيقة أنا ما عم بفهم الناس متحقة تسأل ليه ليه هذا التبسك شو هالقصة العظيمة يعني هلأ وزارة الطاقة بهمة فيها صفاءات كبيرة فيها مليارات الدولارات إيه بس إنه هل إنه هاي الوزارة ووجود وزير معين فيها هو اللي بيخلي الوزارة تمشي وعدم وجوده ما بيبطئ فيه منطق يعني وكأنه وكأنه فيه منطق إقصائي بحق فريق سياسي أساسي يمثل شريحة كبير من الناس أنا بعرف يا إستجرور الإقصاء هو عن القرار السياسي مش عن إدارة وزارة الإقصاء عن القرار السياسي على المشاركة بالقرار اللي يهم لبنان وكل اللبنانيين مش الإقصاء عن وزارة معينة يا ما في وزارة كانوا بوزارته وأمون وزارته الحطوا بوزارة وكل دول العالم وشان بس ما عم بفهمهم بلبنان هاي ظاهرة جديدة لك إذا بكرا قرر رئيس الجمهورية القادم بشكل حكومي وقرر فريق من الناس ما منقبل للأولوزين فلاني بالوزارة الفلانية وكان في علامات استفهام حول هذا الوزير وفيه شبهات حول الصفاءات اللي عم بيعملها وسلوكه سيء ومش عم بيدير إدارته وعمل إدارة باراليل على الإدارة التابعة ومعطل الإدارة والمديرين العامين حطوا تتعرف اعتبر هيدا الوزير أحد الأحزاب المستقبلية وقت اللي بيجي رئيس جمهورية جديد قال هيدا الهيدا الحزب أنا بدي هيدا الوزير وما بغيره بهالوزارة رئيس جمهورية الآن بيقوله بأمرك سيدنا مثل ما هلأ مطلوب بيقوله الرئيس جمهورية الحالي أنا ما بيحتيت فينا نمشي بهالقصة عم نخبر النزام السياسي اللي لبناني مش الجخص ما بتركب هالقصة حول اللبنانيين اللي هون حق حشرون حشروا الفريق الآخر أولا اللي بيحشروا رئيس جمهورية رئيس وزارة ما أنا أصدي أقول في مبدأ نحنا أطلق لتشكيل الحكومة عم بتطبق بس ونحنا بعدنا الشركة بتشكيل الحكومة نحنا بعدنا ناطرين كي بدأت طلع الحكومة عال بس إنه ليش ما بتم حشر الفريق الآخر إنه يا خيي على شهرين ثلاثة ما بدنا مداورة نشوف مظبوط مين عم بيعرقيل هل رح يضلوا معرقلين ولا لا إذا القصة إذا القصة تتخطى تتخطى موضوع الطاقة لا إذا القصة لصة هيك شايفة موضوع الطاقة بقلتلك ببداية الحديث إنه هذا الطاقة صار فيها مثل عميس جحي مثل قميس عثمان قميس عثمان استعملت ببعض هي طبعا الحدث كبير إلا إنه استعملت في ظروف معينة لتهييج عواطف الناس هاي الوزارة ما هي إلا أداة بيعلولها بيعلولها الواحد بيعلولها الصوت طبعها وقيمتها وبدأت عرقل تشكيل الحكومي وينزلولها قيمتها وقتل فيه قرار بتسهيل تشكيل الحكومي وأنا بعتقد الموقف منها ما هو إلا ترجمي لقرار أو ترجمي للحالي أو مرآة للحالي المنطقة فيها إذا كان فيه تشنج بالمواجهة السياسية الدولية والإخليمية بتصير الطاقة هي سبب التطير للحكومي إذا كان فيه ارتخاء ببطل فيها أيضا للطاقة بتقدر تبشي خلينا نقرر بالشغل ما إيه بتالوزارة والوزير ورائف ليل ورائف ليلتين وقصة هي ترجمي لحالي سياسية أما معقدي أما بسهالي لكن لنصة طيب بدأ انتقل لموضوع شوي له علاقة بالدستور وبالأنون يعني كان عبينحكى خلال هالأسبوع بخضم المفاوضات والمباحثات حول تأليف الحكومة كان عبينحكى أنه قد تتألف الحكومة بمن حضار والأسماء تنتمي إلى كل الجهات السياسية ثم بعدين بيصير فيه استقالات وقد تتحول إلى حكومة تصريف أعمال بهالنقطة تحديدا دستوريا شو الوضع القانوني والدستوري بيكون لهكذا حكومة فيما لو هكذا حدث الأبحانية ما في شيء لو في حكومة بتطلع تطلع مراسيم ما بتصير هي الحكومة على ما قوف الكتلة النيابية منها هي بتحدد مستقبل الحكومة إلا أنه هذه الحكومة من الطبيعية إلا هي تاخد تصريف الأعمال بانتظار أنه ينبت مصيرة أما بمجلس نواب تسقط عنها الثقة وما بتاخدها وبالتالي بتصير حكومة بتصرف أعمال وبدعم له استيشارات جديدة مشان نشكل حكومة جديدة وأما هذه الحكومة يمكن ما متقرر ما توصل للمجلس النيابي بحال صار شيء بخلخ التركيبي وأنا زيك كمان بيرجع بينطرح أو بيفسح المجال أمامين عمل استيشارات جديدة هذا الحقيقة موضوع متروك لرئيس الجمهوري والرئيس المكلف اللي هو بيصير بوقتها برئيس حكومة حقيق وبالتالي بيقرروا شمهوري يعملوا بهذا بالإضافة طبعا والاستشارة على الوزراء اللي بيشكلوا منه الحكومة بس أنا سؤالي شيخ بطرس في حال صدرت هذه الحكومة طلعت مرسيمة وتم استقالات منها يعني استقال عدد من الوزراء منها قبل أن تمثل أمام المجلس النيابي شو بيكون وضعه؟ صحي بوقت تصريف أعمال طبيعي وهوني خليني بس وضح شغلي بس عصايد دستوري إذا استقال منها تلت زائد واحد تعتبر الحكومة مستقيلة وحتى لو اعتبرت حكومة مستقيلة حسب الدستور هي بتصرف الأعمال بالتزار تشكيل حكومة جديدة وإذا ما استقال منها تلت زائد واحد تعتبر حكومة مستمرة بالعمل بالتزار بالتصريف أعمال بالتزار أخذ السئة إذا ما أخذ السئة بوقتها بتصريف أعمال ما في خلاف عليها أنتقل إلى الاستحقاق الأهم الاستحقاق الرئاسي هل هو في خطر هل كما نرى نحن أمام فراغ حتمي لا مش حتمي بس في خطر طبعا الخطر مش ناجم أنه ما رح يصير الانتخابات أو أنه مش قادرين نعمل رئيس الخطر ناتج عن أنه نشوف السيناريو ذاته اللي ركب بقصة الوزارة وتشكيل الحكومة ركب على الرئيس الجمهورية أنا إذا شفنا السيناريو ذاته أو بتجيبون نفلين رئيس الجمهورية أو ما بنعمل نصاب في خطر طبعا هل أنه حتمي أكيد لا لأنه أنا ما أعتقد أنه الرأي العام والتاريخ بيرحم ما نعطى لانتخابات الرئيس الجمهورية وأوقع البلاد بالفراغ بعدين في شغلي أنا بتأسف أني أحكي فيها بس بتطر أحكي فيها نحن هذا البلد قائم على توازونات معين هذه التوازونات أنه كل الطوائف الكبرى في لبنان لها مواقع معينة بتمثل من خلال وجودها فيه وجود هذه الطوائف مشاركة بالحكم مش هي جاية تشتغل لطوائفها جاية تشتغل لكل لبنان وجود المسيحي هو بتمثل رمزيا بوجود رئيس الجمهورية إذا تم التعاطي مع رئيس الجمهورية بيخفي بعملية ابتزاز سياسي وأنه معلش منعطله منفرغه وبعدين بنحاول رئيس الجمهورية إلى الحقيقة مادة ابتزاز ومن ضعف موقع رئيس الجمهورية وبالتالي من ضعف الوجود المسيحي المتوازن مع الوجود الإسلامي في هذا البلد واللي البلد قايم عليه وهذا يهدد وحدة لبنان بالخطر وهذا أنا بلفت النظر لأله ما نلعب بهذا الشغل بكفينا شو بالماضي على أيام الويصائي شو نعمل رئيس الجمهورية اللبنانية آن الأواني اللبنانيين يملكوا الشجاعة أنه يتفضلوا على الاستخطاق وينزلوا ومارسوا وجباتهم وينو يطلع رئيس الجمهورية يطلع خليني بس ضيف شغلي قبل ما تعطع بي أنا معي خبر أنه في مسعى البتراكية المارونية عم بتوم فيه مشكورة وترجمة قبل البيان الوسيئة المهمة لطلعت وبعد الوسيئة هي أنه تدعي النواب المسيحيين كل النواب المسيحيين ياخدوا قرار ويلتزموا تجاهب كركي حضور الجلسة أنه كلهم راح ينزلوا عماجلس النواب نهار اللي يدعو النزلي وبالتالي أمنه النصاب ولا واحد يغيب طلب وعن بيصير مساعي مع القوى السياسية لتلتزم بهذا الموقف وأنا عم تهز هذا المنبر اللي قدمت لي الليلي تأتوجه القوى السياسية المسيحية كلها وقول للتيار العوني وللقوات اللبنانية وللكتائب اللبنانية وللوزير الفرنجي وللمستقلين لكل المسيحيين ولكل المسيحيين بكل القوى السياسية أنه يلتزموا بشيء واحد أنه أيا كان الظرف نحن بدنا ننزل على جلسة الانتخاب وبدنا نأمن نصاب وننتخب واللي بيجيب أكتر يعمل الرئيس الجمهورية بالبدال هايك بنتفادة الفراغ نعم أما إذا أحد الكتر الديابي ما عنده الجرأة أنه تعلن هذا الموقف اليوم أو لأنه مش أكيدي ممكن توصل البدايهون لرئيس الجمهورية مش أكيدي اليوم مش هنالك ما رح تعلن أنا بعتقد بوقت بيينكشف مين بدي يحافظ على الدستور ومين بدي يربط رئيس الفراغ أو عدم الفراغ أو وجود الدولي بشخصه أو بمصاله نعم وأنا بعتقد هذا الوسيلة الوحيدة نحط الناس أمام الامتحان وبوقتها أما يهانوا أما يكرموا الناس بيبدأ التزام من مبادئ الدستورية نعم نحكى نحكى أنه أنت شيخ بطرس صلبت من البطرك الراعي أنه يجمع النواب المسيحيين ويعملوا وثيقة يتعهدوا بموجبة حضور الجلسات هل كان البطريارك متجاوب مع هذا الأمر يعني هل سيدعو البطريارك إلى هكذا تحرك الحقيقة أنا ما طلبت أنا بحثت مع سيدنا سيدنا بشار الراعي هذا الأمر وهو البطريارك بهذا الجو ومثلي فهمته أنه عمل اتصالات بهذا الموضوع ومتابع هذه الاتصالات وأنا بدي بالإضافة لأني حيي الوثيقة وحيي البطريارك بالوثيقة اللي طلعت لي كتير مهمة واللي هي بتأكد على كيفية على العودة إلى الثوابت كيف فينا نبني دولة لبنانية كيف فينا نحافظ عليها أنا بدي انتهزر بهالمناسبة أولا تهني على الوثيقة وتانيا تشد على إيده وإله يتابع بالمسعى اللي هو عم بيعمله بأنه يدعي كل النواب المسيحيين كلهم باجتماع أو اجتماع يعني ثنائي مع القوى السياسية مع الشخصيات السياسية المسيحية ويطلب منهم أنه يلتزموا شرفا أو وثيقة كتابة ويتوثق هذا الأمر بأنه بينزلوا على الجلسة يوم ندعى وخلي الرئيس الجمهوري اللي بياخد الأكترية بالنواب سحتين على قلبه لو سأل فيه يعني الرئيس جمهوري إن كان منيح نزقف له وإن كان لا سمح الله مش منيح طبعا من مارس المعارضة الديموقراطية المعروفة بكل الأنظمة السياسية بالعالم نعم أنا أبدأ أشكرك النائب بوترس حرب على هذه الإطلال مباشرة من دارتك في الحزمية في الجزء الأول من هذه الحلقة شكرا لألك على هذه الإطلال وأهلا وصهلا فيك من جديد شكرا لألك سي جوش يا أهلا مشاهدين إذن هذه الحلقة مستمرة بعد الفاصل الإعلاني وقبل أن أستقبل النائب عماد الحوت والنائب السابق سليم عون بعد الفاصل الإعلاني سنشاهد أو سنتوقف مع تقرير يلقي الضوء على المداورة في الحكومات وفي الوزرات ما بعد الطائف من خلال دراسة أعدتها شركة الدولية للمعلومات مباشرة بعد هذا الفاصل ثم أستقبل النائب عماد الحوت والنائب السابق سليم عون عقدة المداورة التي احتلت العنوين الأساسية في المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة أجهضت التسوية ووضعت الرئيس المكلف تمام سلام أمام أزمة حقيقية عقدة فرضت علينا العودة إلى أرشيف الحكومات الخمسة عشرة التي شكلت منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم إذ تبين أنه لم تكن الوزرات حكرا على طوائف وجهات سياسية فقط إنما أيضا على شخصيات إذا منستعرض الأسماء وتوزعها طائفيا وسياسيا منلاحظ أنه بأكتريت الوزرات أو بالوزرات الأساسية ما كان فيه مبدأ مداورة كان فيه احتكار طائفي احتكار سياسي وحتى احتكار لبعض الأشخاص منشوف أنه فيه وزرات كانت وكأنه معمولي لهذا الشخص وزير خارجي ومغتربين دل حوالي سبع سنوات كمان وزير العدل بهيج دبارة دل حوالي أربع سنوات محمد جواد خليفي بوزارة الصحة كمان دل فترة مماثلة وبالفترة الأخيرة الوزير غازي العريضي بوزارة الأشغال فمنشوف أنه فيه أسماء ارتبط اسمه بوزارات معينة إذا بدك نحكي بتفصيل كل وزارة كيف كان الوضع بوزارة العدل لدينا 15 وزير هؤالوزراء كانت أكثريت الوزراء اللي موجودين بوزارة العدل كانوا سبعة سنة وأربعة موارنة واثنين أرثولوكس فعمليا كان فيه تركز سني بهالوزارة وأكثريت الوزراء اللي إجوا السنة على هالوزارة كانوا من طيار مستقبت إذا بدنا ننقل على وزارة المال اللي هي وزارة أساسية منلاحظ كمان أن الوزراء الخمسة عشر اللي إجوا على هالوزارة كانوا 8 سنة يعني أكثرية و8 كانوا من طيار المستقبل لأنه كان فيه وزير مسيحي مروني محسوب على طيار المستقبل بوزارة التربية والتعليم العالي كمان منلاحظ أنه كان فيه أكثرية سنية كانوا 9 وزراء سنة من أصل 15 وزير و10 وزراء كانوا موزعين طيار مستقبل وقوة 14 أدار إذا بدنا ننقل على وزارات لطواقف أخرى منلاحظ أنه وزارة الصحة والشؤون الاجتماعي وزارة الصحة العامة كان فيه عندنا أكثرية شيعية كان فيه 6 وزراء شيعة وهال 6 وزراء كانوا مؤيدين لحركة أمل إذا بدنا ننقل على وزارة العمل كمان منلاحظ أنه كان فيه 7 وزراء شيعة وكان فيه 12 وزير من الناحية السياسية هني من قوة 14 من قوة 8 أدار إذا بدنا ننقل على وزارة الدفاع الوطني منلاحظ أنه كان فيه أكثرية من الروم الأورتودوكس وكانت مركز تقريبا بآل المر لأنه كانوا 6 وزراء لياس المر وبيو ومشال المر إذا بدنا نقل على وزارة الداخلية والبلديات منلاحظ أنه كان فيه أكثرية من الروم الأورتودوكس والموارنة وكان فيه تنوع سياسي بهذه الوزارة مع تسجيل أنه الشيعة غابوا عن وزارة الداخلية إذا بدنا ننقل على وزارة الموارد المائية والكهربائية كان فيه أكثرية متساوية مارونية وشيعية 6 وزراء من كل طايفة من الناحية السياسية كانت أكثرية الوزراء من حركة أمل وحزب الله شون الوزارات اللي كان فيها شبه مداور تقريبا هي الوزارات الأقل وزنا أو الوزارات التي يعتبرها البعض هامشية يعني وزارة السياحة كل الطوائف وكل القوى السياسية وصلت على وزارة السياحة وزارة البيئة كمان كان فيها تنوع السياسي وتنوع طائف وزارة الطاقة ما كان فيه ولا وزير سني يجوا ستة موارنة ستة شيعة اثنين روم كاتوليك واحد أرمن أورتودوكس ما يجا ولا وزير سني متل ما أنه بوزارة الداخلية والبلديات ما يجا ولا وزير شيعة نحكي كوزارات سيادية متل ما أنه كمان وزارة العدل ما يجا عليها ولا وزير شيعة اذا تابعنا هذا التقرير هذه الدراسة مع شركة الدولية للمعلومات والاستاذ محمد شمس الدين أهلا وسهلا فيكم النائب الدكتور عماد الحوت النائب السابق سليم عون أهلا وسهلا فيكم مشوارك كان صعيب من البقاع لأنه عجلت سير كثير على الطريق معك يعني حقيقة عم بعانه صارنا فترة أهل البقاع فيه تدابير أمنية كتير قوية وبتصر على فجأة يعني فيه ناس عم يقدوا على الحاجز بحدود الساعتين والثلاثة ما عم نتزمر أن التدابير الأمنية مطلوبة بس سيرات في حل أو في طريق تاني أو يعني مانا مانا كتير عادية إذا حدا عم نقول مريض على المستشفى أو عنده شي طارق يعني حقيقة صارت هالت مرة بهالأسبوعين العالم عم تكفر بس الوضع الأمن بالبلد كمان بكفر صحيح هذا بيخلي الواحد يعني بيخلي الواحد أنه معلش يعني خلي يكون فيه تدابير أمنية وبيمشي الحال ونعلق بعجلت سير بس المهم أنه ينضبط الأمن صحيح بيخليك تقول أنه تتفهم الوضع نعم دكتور عماد ما عندك مشكلة انتجية من بيروت صحيح أثبت شي الواحد يكون سهل نعم بيته قريب من التليفزيون هذه إيجابية أنا صحيح بعيدا عن عجلة السير وأزمات الطرقات والموضوع الأمن رح نحكي عنه بجزء ولكن بدي بلش بموضوع الحكومة ليش استاذ سليم حطيته حالكم بهالإطار يعني الكل مثل من بيّن له الكل متفق أنه الكل سائر باتجاه حكومة الكل مستفيد أو كان مستفيدا من لحظة إقليمية معينة من ضوء أخضر معين إجا على لبنان والكل توافق على مبدأ معين لتشكيل الحكومة وإذ أنتوا نسفتوا كل شيء ألبتوا الطاولة حطيتوا البلد بمأزق طويل عريض كرمال وزارة شو ربحتوا بهالعملية مش صحيح شو ربحتوا بهالعملية أنت عم تجي تخذها من زاوية أبدا من زاوية الحقيقة هذه الزاوية المبينة هلأ شوفيه خفايا ما بعرف بس أنه الزاوية الواضحة أنه قال كل سائر كان باتجاه اتفاق معين وإذ أنتوا ألبتوا الطاولة أول شيء بالبداية خليني أقول صارنا عشرة شهور ناطرين لحظة تأليف الحكومة بهذه العشرة شهور ونحن كنا من المحبزين للوصول لاتفاق بالعكس كنا عم نظل نقول هدفنا أنه نوصل لاتفاق كانت يعني لك موين الموضوع عم يدوّع علي من زاوية غير صحيحة وأنت بس دوّع موضوع من زاوية غير صحيحة بيطلع معك استنتاج غير صحيح بالعشرة شهور شو كان العقبات لتأليف الحكومة صحيحة ما بنقعد مع قتلي صحيحة مفروض نسحب حزب الله من سوريا لحتى نقعد نحن وياه بنفس الحكومة صحيحة سلسية شعب وجيش ومقاومة هذه معادي تويردي موضوع التلت الضامن ولا ممكن بقى ينعطل لأي فريق لبل أكتر بعد اغتيال الوزير شطح اسمعنا سقف كتير عالي ما قبل اغتيال الوزير شطح مش متل ما بعده لبل أكتر أعلن الرئيس السنيورة حرب تحرير مدنية شو ما كان تحرك مدني حرب تحرير من سلح حزب الله هاضي خلال عشر تشهر هايدي كانت الأزمة شوي كل هالمواضيع هايدي وهالعقد تم تجاوزها وانخلق شيء اسمه مداورة صار مفروض بدون فرض على الكل هلا قبل مفروض كان عابين قال انه المداورة طرحها الرئيس المكلف من الأساس يعني من أشهر انحكى بالمداورة وانتو بالجو انتو كنتو عارفين انو في مداورة بدأت سيهر بالبداية كلهم اللي ناطروا عشر تشهر تحت هايدي العنوين ما بيقدروا بيجوا بآخر لحظة يحملوك أول شي هايدي المسئولية واحد اتنين ما يسخفوا أبداً الموضوع خليني يقول شو المشكلة الحقيقية اليوم ترجمتها هي قصة الحكومة للمشكلة بس هي المشكلة بترجع على سنة التسعين مشكلة شراكي بالبلد انا اليوم عراس السطح كمسيحي عم بسأل سؤال انا شريك ولا لا انا عندي اناعة انو نحن كل المكونات المجتمع اللبناني هني شركاء وهيدا شي ميسئي ودستوري صار نقطة بقلب الدستور هالشراكي هايدي كيف بتترجم موضوع الحكومي هون وهودي تفصيل صار موضوع حقيبي وموضوع عدد هيدا برأيي تفصيل من الشراكي الحقيقية اليوم ما تروح موضوع الحكومي بس انا ما فيه الا ممر بانون الانتخاب او ببحث انون الانتخاب انا عم كون شريك بمجلس النواب وموضوع المناصفي انا شريك بالتعينات كل التعينات اللي صارت وقت كنا نحن اكتريه بالحكومي بس اكتريه مش اكتريه التلتين شو قدرنا نعمل بالتعينات طيب خليني هلأ امام شاشات التليفزيون بس يكون في موقع بعتذر عن التعبير موقع سني بده يتعين له شخص مش الممثلين اللي بيمثلوا سياسيا السني هني اللي بيختاروه حدا بيسترجي يتجوزون وقت يبقى في موقع للطائف الشعية الكريمة مين بيختار لهيدا الموقع مش المسؤولين السياسيين والممثلين الحقيقيين عن الطائف الشعية فيه ثنائي شي يعني متفقين مع بعضهم بينما عندكم كل واحد برأي شكل انتو والقوات المستقلين والكتالي كل واحد برأي شكل عبرتك يا مسيحي يعني كطيار وطني حروا قواته كتيبوا كلنا وقت انا كون بالموقع اللي بده يحمل هيدا الشيء انا اللي عم دافع عنه لو هلأ القوات كانوا بده يكونوا شركاء انا مش هم بعترض علي لازم كون انا وياهم بهذا الموقع مش هون الخلاف وقت التعيينات يا رايت بيتركون لانتفيههم نحن على الموقع ونحل وقته انتبه بعطيك بالأسناء بس ما بدي كتير استفقين هذا الموضوع أنا بس حكيني هاي الفكرة لا بس خليك بالموقع الدرزة ما رأى تعيينات بهذه الحكومة كان فيه رئيس الشرطة القضائية وكان فيه قبل ورئس الاركام الجيش البيسمبي هلأ تبه في هذا الموضوع اليوم عم نحكي عن حكومة لانه هيدا الموضوع بس هو بكل ما ينطرح اي موضوع بيتعلق بطائفة بوصل على طائفة مسيحية بتقوم لقيمات ولا انتوا صرتوا بتحكوا طائفية ولا ما بيحق لكم وبتجي هلأ عموضوع الحكومات طب ما عملتوه لو وزارة الطائفة عملتوها يعني موضوع طائفة مش هادر مش هادر مش هادر انه هادي حقيبة استراتيجية للمسيحيين وانه حقوق المسيحيين بتضيع تحت هالعنوان يأسي جورج شو اللي صار اذا بدك بنوصل هيدا العنوان لا لا بردو بدي كف بدي وصل الفكرتي على الاخر ايه بس بده بدي اسأله رأيي بترجع انت بتكفف اكيد دكتور عين لا لا خلينا نكفي الفكرة ما خلصها طيب باختي صار لانه لا حطيتها تحت عنوان ووزارة وهيدي وصاروا يسخفوها بالبعض السياسيين تنكة مزوت وتنكة بنزين لطلع باري حتى شخص يقول لا برميل بنزين يعني منو هيدا الموضوع هو الموضوع شو اللي صار صار اتفاق بين مينو هالاتفاق اللي عم يفرضوه عليك شو نحنا بالاخر شرابي تخرج بهالبلد او نحنا هالأد حيط نواطي بيقولوا اتفقنا ونفزوا الاتفاق لو مشاركين بالاتفاق ساعتا معكم حق اللي عم تحكووا طيب الحق على حلفائكم بس احباش حق ليه ما حطوكم بجو هذا الاتفاق اللي مشوا فيه مع الطرف الاخر بقي طار عام لا ما هيدا أساسي ما هيدا أساسي أنا أساسا حلفائي رجعوا بس وقفت أنا وقفوا معي ما بقدر قول الحق عليهم رجعوا وعطوني الحق بس من الأساس كان لازم يحطوكم بالجو إلا إذا حطوكم بالجو وما بعرش صارح ما فيني أنا أحكو نحنا أكيدي مش عطول بده يكون ع حساب المسيح مش هذا اللي بده يدفع الفاتورة ويضله مستهترين فيه ومعتبرين حق الواطن دكتور عمد هل هذا الاتفاق خيبتخذني على محل أنا مش هل هذا هو الواقع يعني هل هذا استهداف برأيك للشراكة كما يقول الأستاذ سليم عون وكما هو موقف التيار الوطني أنه هذا الأمر هذه التركيبة هذا الاتفاق إلى ما هنالك يستهدف الشراكة مع المسيحيين ويستهدف الطرف المسيحي شوف استاذ جورج بداية أنا بستغرب وكثير من اللبنانيين بستغربوا كل مرة منوصل للاحظة يرفض للتيار الوطني الحر طلب ترفع الرأي المسيحية وبغير هك موقف ما ترفع هذه الرأي هالاستفاف خلف النزعة الطائفية وإثارتها بهذا الشكل في موضوع جامع مثل تشكيل الحكومة الحقيقة أمر مستغرب لكنه متكرر أنا اللي بدي أقوله الحقيقة وشو السبب لما نحكي عن ليش متكرر وليش مرحب في صيغة معينة في صيغة معينة عم تحاول تنفرض أنه الميثاقية هي احترام التيار الوطني الحر لا مش صحيح الميثاقية هي احترام المناصفة والتيار الوطني الحربي كتلته النيابية كم نائب من أصل 64 مسيحي في واقع أنا إن شاء الله بيصيروا 64 أنا ما عندي مشكلة بس اليوم الواقع بس أكبر كتلة يبقى في أربع وأربعين عندهم تمثيلهم بس كتلة هني أكبر لا خليني وصل الفكرة مثل ما هي تماما هني كتلة نيابية محترانة بس كم نائب مسيحي بيجيبوهن المسيحيين هني كتلة نيابية بكلهم 34 نائب مسيحي بيجيبوهن المسيحيين أنا بدل بالدعي كجماعة إسلامية إنه حجم النيابي أكتر من نائب شعبية وانا بعترف لك لكن باللعب الديمقراطية الصناديق هي اللي بتفرز بالآخر وخلينا لما بنوصل لقانون انتخاب مثالي بيجيب الكتلة الشعبية لكن أنا بدي احتكم لعدد النواب ما عندي آلية أخرى احتكم لغير عدد النواب فاليوم أنا عندي أربعين نائب مسيحي آخر منهم بالتيار الوطني الحر وبالتالي ادعاء التيار إنه هو يحتكر التمثيل المسيحي وإنه إذا هو ما كان أخذ برأيه ما في ميثاقية بالنهاية في صناديق اقتراع حصلت بغض النظر إذا القانون انتخاب بيعجبني أو ما بيعجبني الاحتكام دائما هي للنتائج مش لما أتوقع ولما أريده أنا ما أطمح إليه أن أمسر كل السنة بس الواقع الصناديق الآن مش هك ما يطمح إليه التيار وطن الحر يمكن أن يمسر كل المسيحيين لكن واقع الصناديق مش هك وبالتالي بالنهاية أنا بتحتكم لعدد النواب في أربعين نائب المسيحي بالمجلس النيابي لا ينتمون للتيار الوطني الحر بس هني عابلك بمثل 50% من الشارع هذا برام متغير مين الشريك مين بدوا يغطي المسيحيين بهذه الحكومة كل المسيحيين مين لوات خارجها كل المسيحيين الهم رأي الوزير الفرنجي خارجها والتشارع خارجها ونحن خارجها كل المسيحيين الهم رأي بطريقة التشكيل دخلوا بالحكومة أو لم يدخلوا المسيحيين هني بيختصروا التمثيل المسيحي طيار المستقبل اليوم بهاي الحكومة طيار المستقبل له ثلاث وزراء عدد الوزراء متعامل أكثر من طيار فإذا طيار المستقبل ممثل بالشارع المسيحي أكثر من الطيار رجعنا لتطييف رجعنا لتطييف الطرق بس عابل لك مين بده يغطي مين بده يغطي هذه الحكومة مسيحيا لا عابل لك معمل لك في تمسيل درجة أولى نحن خي درجة عشب المسيحيين بس نمثلهم مفي مسيحي درجة أولى ومسيحي درجة تانية نحن إخل درجة فول الزمل النواب المسيحيين يمثلوا شارع مسيحي عجبنا همت الشيء أو ما عجبنا بالإنفع لا أكيد لا نايبة رابلوس المسيحي أنا ما بدي يفوت بها التفاصيل أنا عندي واقعي هم أساسي الشغلة الثانية الأساسية الحقيقة أنا أشهد للرئيس سلام أنه أعاد موضوع تشكيل الحكومة إلى مكانه الطبيعي شو عمل؟ عمل استشارات نيابية وقعد ببيته وصار يستقبل كل الناس لم يذهب إلى عند أي زعيم إلا رئيس الجمهورية بس ضل عشرة الشهر لا 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 سمحنا بعد ما شفنا الشيء اسمح لي شوي حتى لما بيقول تيار الوطن الحر أنه ما حدا نستشارنا الرئيس سلام لم يذهب إلى أي كتلة نيابية ليستشويرها الكتلة النابية جاءت لعنده لتعرض عليها ما تريد لاش التيار الوطن الحر مبادر وذهب عند رئيس الحكومة المكلف ليعرض عنده ما يريد إجا الوزير إجا الوزير إجا الوزير بسير إجا من أسبوعين بعد شوه بعد شوه ليش انتظر التيار الوطن الحر لصار في شبه توافق بين أغلب الكتلة النيابية ما عادت تيار الوطن الحر على المداورة حتى يفجر هذه القنبلة لايما شارك من البداية خلينا نسمع لايما توجه ومش بالصر أنا اللي بدي أحكي ما عاش راح أحكيها لأنه في شيء قبل كلام حكيه أبدا ما أنه الواقع نحن مشكلتنا الأساسية وهيدا اليوم بنيداء أو بمذكرة كيركي هيدا بيعتقد النقطة الأهم هي تعاولنا نعمل المناصفة الفعلية تعاولنا نروع أنه أنت خبيط عادل لأنه عم يجي إلّك عم يجي إلّك بطلت أنا مثل شراكي أنا وين فإذا مش شريك المسيحي حاسس حاله مش شريك مين قالك تقوه آل آل شريك بس إنه مش الشراكي محصورة فيكن بس هيدا اللي عبت راحوا دكتور عم يمثل بالشارع المسيحي اليوم بس بكركي دعا الأطراف المسيحيين كل القوى المسيحية بتمثل بالشارع المسيحي كل القوى المسيحية بتمثل بالشارع المسيحي جبطة البطرك من دعا دعا العميد عون الدكتور جعجع الرئيس الجميل والوزير الفرنجية هاو دي الأربع القوى اللي يمثلوا المسيحيين بالسياسي مقصومين فريقين هاو دي اللي لازم أنا برأيي لازم 12 وزير مسيحي يكونوا موزعين بين هالأطراف السياسية والمستقل المسيحيين شو بتعمل باللي منهم مصطفين بأحزاب ما بيكون إلهم وجود ما بيكون إلهم تمثيل يمكن كمان في ناس بالشارع في ناس على المستوى الشعبي لا يحبذون الأحزاب ولا التيارات المزراء السنة مين عم يختارون ولاش عم تختصروا 35% من المواطن السنة او من الشريحة السنية اللي مش ممثلي بولا حكومة لاي بالطرف الدرزي بالطرف الدرزي مين كان ممثل فلاش دايما الحصة المسيحية اللي بده تصير هيدا الجدل وهونيك لك ما حدا بيسترجي حدا بيقدر يقلهم أنا بسمي لكم وبوزي عليكم الحقائب هي سبب بسيط لأنه المستقلين المسيحيين ولا بيكونوا الحقائب كلها اخدينك وتركين لك الفتاة تركين لك الفضلي لا بيجوا بيقولوا لك هكذا تفعنا مش منطق اللي عم يترحل لا هذا منطق المستقلين المسيحيين هزموا المرشحين الحزبيين بالبترون المستقلين المسيحيين لهم تمثيل المستقلين السنة المستقلين السنة ما صار لهم أنه يتمثروا يمكن لأنه قانون الانتخاب مش عادل اللي بدكي بس أنا عندي نتائج الآن في مجلس مياه بتشكل هو نتيجة انتخابات نتيجة انتخابات نحلق إله على الزرور في البترون لمعلوماته خلينا بردو بالزواريب ما هايدي سيئات هاي ده القانون بالزواريب لعلمه للدكتور لقل له الأول بين المرشحين هو الوزير بسير بس بطريقة الانتخابات اللي بتصير عنها بيعطوا الصوات لبعضهم هو ما عنده حليف يقدر يجيب منه صوات اليوم إذا قلت له للمواطن البتروني أنت صوت له شخص بيطلع الأول الوزير بسير بيجي وراء البيئيين بعدين أكتر من هايك بعدين أكتر من هايك مش المسألين في فريق قوات اليوم بغض النظر عن الأولين بدنا نتعامل مع النتيجة أنا عم بتعامل مع النتيجة وبدأي احترم هذه النتيجة واحترم خيارنا سيد جورج بس تجي نقول لهم وفق الأحجام النيابية بيصوروا يستهزقوا طب ما هيدا تناقض هون ساعة بيقلك ما الواقع نحنا بالرغم من نحنا عم نشرح بالرغم من الأساوته علينا وبالرغم من الظلم العميل حق فينا عم نتعطى معه كواقع بس مش قبل نين بس سألك سؤال سأل سؤال كتير بديهي قال إنه ليش التيار الوطني الحر نطر تحتى ركب كل الاتفاق وتحتى صار معروف بكل يعني على صفحات الصحف والجرائد والتليفزيونات وكله إنه في الاتفاق على ثلاثة منات وعلى المداورة وبالتوافق مع حلفائكم عرضا ليش نطرتوا تحتى كل شيء تهى وجيتوا وجيتوا وقامتوا لأيامي هيك قال الدكتور عماد ودتوى المنطقة بس بل جواب عين نقطة عم جاوبك جوابتك وبجاوبك مرة تاني أنا شريك ولا لا وين شاركت شو عرضوا علي هاوضي هاوضي طلعين لك لماذا مش من الأول ليش مش من الأول عبرتوا على رفضكم كلهم بيعرفوا رأينا من الأول لا 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 كيف مشوا حلفائكم لا 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 كيف مشوا حلفائكم هذا الاتفاق عم بتحسبني أنه أنا وحليفين وحد وقفوا وقال المداورة قضية مهمة للتأمين الشفافية في الوزارات إذا بدي أعرف رأيك مسبقا أنا بيخد رأيك من كلام الجنرال عون لما قالوا بهذاك بس رجع قال دكتور عماد رجع قال عن بدء عهد رئاسي أو عهد نيابي بس مش بحكومة عمر شهرين ثلاثة سؤالي لألك أليس هذا منطقيا شو الإفادة أو شو الحكمة من المداورة لتلت تشهر بس أو لشهرين حالك شو الإفادة أولا لما العماد عون تكلم عن المداورة أو أن هي سبب للشفافية بين الوزارات وأن الوزير اللاحق بيصير يعمل دور رقابة على الوزير السابق وإلى آخره لم يربطها باستحقاق رئاسي ربطها بمبدأ وهو مبدأ سليم لكن الآن شو السبب؟ الآن الواقع أنه البلد مقصوم نصين الواقع أنه البلد عايش عشرة شهر من دون مجلس إدارة من دون حكومة يعني المواطن بحالي اقتصادية تعباني الأمن بحالي تعباني إلى إقرية في نوع من احتقان عند المواطنين الحال أني أعمل صدمة الصدمة هي تقول أنه نحن حنشكل حكومة بالطريقة المختلفة عن الطريقة التقليدية وبالتالي في تبوات في تبوات تبوات ولا غير تبوات أنا بدي أرجع على المنطق الأساسي أليس منطقيا ما يقوله العماد عون أنه تععوا للمداورة عند بدء عهد جديد بس مش بشهرين أو ثلاثة يا دكتور عماد حل كتابة غيري خليني أعطيك مثلا إذا أنت سلموك وزارة الطاقة هلا تحتى تستلم الملفات وتدرسهم وتشوف شو صاير وشو بده يسير وشو فيه عنده بدك أكتر بدك أكتر بدك أكتر بدك أكتر جينا لنقطة ثانية ليش بده ينعمل كل هالخبصة ونوقف تركيب الحكومة جينا لنقطة ثانية وهي عمره شهرين ثلاثة أنا بلك ليش أولا هذا الكلام اللي حضرتك عم تقوله اللي عم يحاول يسوقوه زملائنا بالتيارة الوطنية الحرب بدينهم ما بيكون صلاحة كيف بدينهم بدينهم وبدين غيرهم كمان بمعنى آخر بمعنى آخر الوزير اللي بيربط وزارته بشخصه مش بهيكلية إدارية مستقرة وثابتة هو وزير فاشل مش ناجح الوزير الناجح هو اللي بيبني هيكلية إدارية إذا إجا وزير بعده بيستمر من محله ووصل عطينا مثال كل الوزراء هاك كل وزير بيمشي بهذه الطريقة مهما كان انتماءه هو وزير جبران باسيل مثلا مثل وغيره أنا قلت هو وآخرين مش بس هو بس هذا يعني هذا مؤشر فشل مش مؤشر نجاح مؤشر النجاح أنت لما بتعمل هيكلية مستقرة مين قال لك مش عامل هيكلية لك ليش خايف يدركها ليش خايف يدركها لأي وزير يجي معا من قل لك إنه شهرين ثلاثة هل محرز إنه ينعمل هالمداورة كلا نحن بانتظار حكومة بدأت فل مع بداية عهد رئاسي مفترض إنه يبلش بآخر أيام هل يخدم لأله لأنه إذا نحكي بالمداورة هلأ بيجي حدا غيره ها شهرين ثلاثة بالوزارة اللي بعدها بده يتطبق المداورة بيجي هو بيرجع بسيخة المداورة هل تعتبرون هل تعتبرون الأمر استهداف للتيار الوطني الحر تحديدا بكل تأكيد وفي مقال للوزير باسيل كتبه بالنهار وبيشرح هلأ رح أصله يعني رح أحكي شو السبب الأساسي لأنه أستاذ جورج ايه معهم حق مش جديد المداورة هي نحطي تكشرت أساسا لأنها بالدستور ولأنها ملزمة بس شو الخلفية من وراها هل يتران هلأ المداورة حلينا أزمة حزب الله ما يطلع من سوريا والبيانة الوزاري وكل هايدي الأمور نحلت هاي كلها بتنحل تصور هايدي العقد الكبيرة والسقوف العالية إلا المداورة هلأ المداورة اعتبرت تلزم اللي تفقوا علي خي يتركوا يسألونا شو بعدنا ويعملوا المداورة نحن بالزمان سيجروا ما تقطشني لا في حوار شو ما تقطشني مين كان المفتر بسألكم وهي ده فيه إلى رابط بالدستور بقدر أقول عنها دستورية فصل النيابة عن الوزارة هايدي إلا بالفقرة هي من مقدمة الدستور إلا موجب بتقول أنه تحكي عن فصل السلطات ما مشوا فيها حر أنا طبقها حالي وبكرة يمكن بطل طبقها بس ما بيجوا وقت اللي أنا كان مطلبي المداورة وقلنالهم على العلن خمس وزارات خدوهن مقابل وزارة المالية أبدا متمسكين بالمالية والمضحك المبكي مين عم يطالب بالمداورة اليوم خليني شوف لا تشوف إذا هني صادقين بهالشعار ولا لأ عميتهم بالمداورة اللي وقت استحقق انت خبيات نيابية مددوا للمجلس النيابي وعم يحكوا عن مداورة اللي عم تعيبه ولا ونعم تمارسه خليني كافي خليني كافي انت عم تتراجع عن مبدأ انت تراجع وقت اجينا على ما انت اليوم عم تمارس نفس المبدأ ما عم بلك عم تمارس نفس مبدأ رخانا مش عم أنا قبل الموضوعي الشراكي مش موضوعي قبل المضاورة ده لا موضوع إنه التمسك بالمزارة أنا بتكون شريك اللي انت عم ترفضه من الآخر انت اليوم عم تمارسه تعطيني الدخلية هذا يعني تعطيني الدخلية فوت بمفاوضاتك في رئيس حكومة هو اللي عم تشكل فوت بمفاوضاتك مع رئيس الحكومة أنا ما يلي علاقة بهذا الموضوع بس انت الآن عم تعيبه على فريق إنه كام تمسك بوزارة الآن انت عم تمارس نفس المبارسة يبقى كلامك مش مبدأي كلامك مصلحة أنا المبدأي وانتو كلامكن اللي مش مزبوط هلأ بقل لك واصلك لقل لك ما بس تنحشر تجربه هلأ متلديك ساعة تكلنا راسنا إنه انتو بتحكوا بالمسيحية لا خيي بحكي على المسيحية أنا بس كانت الطائفة السنية مستهدفة أنا وقفت جانبها وقت الطائفة الشعية وقفت جانبها واليوم إذا مستهدفة في الطائفة المسيحية مش كلامك رح تأثر عليك لذلك احترامي للطائفة المسيحية تجعلني أرفض أن تختزل بوزير أو بوزارة مش هال موضوع بدأ شراكة واني شراكتها طبعا شو عم تعطيها بالشراكة هيدا عهد الشراكة مش تقسيم حفظ الشراكة بالمسئولية مش بتقسيم الحفظ خلصنا منه 15 سنة مبعدين مهمشين جينا أول 3 سنين وان طبقت الشراكة بال2005 فرجيني الحكومة اللي تلعت بال2005 حتى اللي عم تحكي التمثيل المسيحي كيف كان فيها 12 وزير عطيته بس 3 وزراء سياحة وصناعة وشؤون اجتماعية للمسيحيين والباقي أخذتوهم كلهم هيدا شراكة بس خليني كفت روق شوية استاذ جوني ما كفيت ما كفيت بدي أن نقل لك خبر بدي أن نقل لك خبر جديد على حسب ما ذكرت قناة الان بي ان الزميلة أنه صار في لقاء بدبي بين الرئيس الحريري وبين الوزير جبران بسيل تناول مسألة تأليف الحكومة ما بعرف إلى أي مدى دقيق هذا الخبر ولكن هذه المعلومات اللي نقلتها قناة الان بي ان أنه لقاء بدبي بين الرئيس الحريري والوزير جبران بسيل تناول مسألة تأليف الحكومة عندك شيئا في حلب أكتر من مرة الوزير بسيل عبر أنه لنلاقي حلول حتى للمشكلة وقت كان عم يطالب بيعاد جلسي لمجلس الوزراء قال الأفضل نحكي مع الرئيس سعد الحريري حتى وقت كان الرئيس ميئاتي لأنه عم يضال ولو هو خارج السلطة هو الكلمة كلمة الأساس لأنه هيتركبنا في احترام لتنسيل السنة عندك علم إذا الوزير بسيل باركي من جاري بنطلبه هلأ على السليلير تنشوفي آه هو بدبي تأكد أنه هو بدبي خليني بس اتوقف مع فاصل إعلاني فاصل إعلاني ونرجع من كفه مش طريقة هيدا ونعود لمتابعة هذه الحلقة من الأسبوع في ساعة مع ضيفينا النائب عماد الحوت والنائب السابق سليم عون وأعود للتفكير بالسؤال المطروح للنقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك عبر الصفحات الخاصة بالأسبوع في ساعة هل سبب برأيكم هل سبب التأخير الحكومي هو وزارة الطاقة أم أن السبب في مكان آخر للنقاش لأسئلتكم لاقتراحاتكم ولأجوبتكم عبر الفيسبوك والتويتر على صفحة البرنامج أعود لمتابعة الحوار مع ضيفينا من وحي السؤال المطروح للنقاش هل العقدة فعليا هي فقط وزارة وطاقة ومداورة أم هناك ما هو أبعد من ذلك ما هو وراء الحدود اللبنانية شوف خليني أقول أنا لتشكيل الحكومة أو العقبة التي توجهها نوعين في نوع داخلي متعلق فعلا بموضوع الحصص والحقائب ووالآخره هذا لابد أن أعترف أنه موجود بقدر لكن في بعض إقليمي الحقيقة وأنت بذكرت حضرتك ببداية الحلقة ذكرت أنه في ضوء أخضر إقليمي إجا كان ينبغي أن نستفيد منه للأسف القوى السياسية بعضا على الأقل لم يسمح بالاستفادي من هذا الضوء الأخضر لذلك لما تكركبت الأمور إقليميا لما يعني غابت إيران عن جنيف تناب بمرحلتها الأولى لما مصر فيه اعتراف بجنيف واحد بالمرحلة الأولى من قبل إيران ومن قبل هذا المحوار تخربطت الأمور وهذا الضوء الأخضر بهد ضعف لذلك نحن عمالا نشوف الآن أنه فيه تريس عن كثير من القوى يعني بلحظة من اللاحظات كان الحزب عم يعبر بيشتاكل أو بآخر أنه سيكفي حتى ولو باقي شركاء وما كفه فجأة تراجع أنا ملتزم مع شركائي إذن فيه شيء على المستوى الإقليمي عمالي يخلي منسوب التسهيل والتعقيد بيزيدوا بيعلها بحسب المعطى الإقليمي يعني الاعتراض العوني واجهة برأيك؟ لا لا أنا قلت أنه فيه معطى محلي وفيه معطى إقليمي لكن للأسف المعطى الإقليمي هو الأكبر نعم أستاذ سليم هل فعلا أنا أصلاك بدي كفي وما خليتني بدي أرجع كفي بس جواب سريع أنا بدي أستطيع تعتبر اللي عم يقوله مزبوط ومأتنع فيه عال حشروهم لبوا طلب الأساس يعني الطلب المسيحي بالشراكي حشروهم طلب التيار الوطني الحر مش الطلب المسيحي رجاء المسيحيين مشاركين بالمفاوضات وعم يعبروا عن رأيهم وانتوا من المسيحيين اللي عم تعبروا عن رأيكم وبالتالي ما تخلي طلب التيار الوطني الحر هو طلب المسيحيين هو طلب التيار الوطني الحر وهو يمثل نعم جزء من المسيحيين طلب الشراكي يعني أنا أتمنى أن تتعاملوا مع حالكم بحجمكم الطبيعي أنتم شريك بهذا الوطن صحيح أنتم قوة سياسية صحيح حيث أنتم تمثلوا جزء من المسيحيين وليس كل المسيحيين وليس من حقكم أن تختزلوا المسيحيين حجم 50% من الشارع المسيحي حجم 22 نائب من 64 ايه بس كتمثيل شعبة حجم فإذن أنتم كجماعة إسلمية بتمثلوا واحد حاليا نعم واحد من مئة واربعة وعشرين صحيح يعني أنتم بتمثلوا سفر فاصل سبعين بالمئة ما عندي مشكلة بي ذلك من نجلس النواب يعني هذا حجم تمثيلكم على الأرض وبالشارع لا لكن واقعي السنديق هو هذا وأنا بمفوضات الحكومة عم بتعامل معها من منطلق حجمي من الكتلة المسيحيين الأكبر من شكل طبيعي جدا أنا يا أمل بدي أحتكم لنتائج سنديق الاختراع أو بلا سنديق الاختراع كله على بعض هذا المنطق ما نحن اللي عم نطالب فيه ما بكل استحقق شو نقول لهم عطونا حجمنا النيابة يعني بالفعل غريب المنطق كيف بيواجهوك بيصوروا يطلعوا بشغلي بتبقى أنت متخطاها نحن ما تخطيناها وقلنا له نعطونا حسب حجمنا ولا مرة إلنا بدنا حجمنا ولا مرة إلنا نعطونا كل المسيحيين بس اليوم في واقع اللي عم نقوله أنا كنت عم قل لك هديك الساعة بدي أرجع بالتسلسل اللي كنت فيه عم لك اللي عم بيطالب بالمداورة هو اللي يمدد للمجلس النيابي عادة الفكره بده يجدد وبده مداورة كان بيعمل انتخابات نيابية ما بيروح على تمديد اللي عنده هالفكر بالمداورة مش بيجي للقاضي الأمنيين في مد ضابط عم ينتظر دوره ليوصل على هالمركز الأعلى ما بيجي أنا بمدد لقاضي أمنيين وبيحكي بيحكي بعدين بالمداورة اللي بيكون عندي بالإدارة العامة أشخاص على سبيل المثال عبد المنعم يوسف اللي بده يحكي بالمداورة وغارة بيعطيه وبيحميه بثلاث مدراء عمين رئيس مجلس إدارة بأوجيرو مدير عام بأوجيرو مدير عام بوزارة الاتصالات وبيجي عم بيبشرني بالمداورة يعني القاضي سهيل بوجي صار له 14 سنين جورج بدي يكفي بدنا نناقش بدنا نخحام محضرات بس حلفائكم حلفائكم بس ما بدي يسمع محضرات بالمكلوم حلفائكم حلفائكم حلبائكم حمية المداورة حلفائكم على مداورة يستفنوا حلفائكم رئيس بري ويقف معكم ويقف معكم يجي هني يقولوا غير شيء يقولوا هني يقولوا إذا المسيحي شريك معي حزب الله حزب الله وقف معكم بس الرئيس بري ما أعلن صراحة أنه هو قد ينسح عاطينا خبر ببعلك سينسحه ويستقيله حتى أكتر الوزير الجمهورات رح يرجع يلحقه لأنه فأذن أنا شو بدي فيهم هني يحكوا عن حالهم أنا علي حليفي حزب الله وقف معي بس وقفت أنا وصرخت وقف قال أنا جنبك اللي عم بيتمرجل يوقف جنبي مثله إذا عاطيني يملاقي معي حق أنا بهالواجع اللي عم قوله واجع عمرو عم يحكوا عن مداورة هلأ الروبورتاج المرأة وأكيد تحيي للاستاذ محمد شمس الدين وللدولية للمعلومات من ورها بتاعش شو فكرت إذا بدون يعقلوا مداورة صاروا من التسعين للألفين وثماني يعطونا 18 سنين مابلوا المداورة حكموا البلد وخرقوا سليا في البلد 18 سنين جاينا عم يحكوني بالمداورة جاي الشريك جديد عم صلح بالبلد صاروا وبدوا يحطوا لي عصيب الدوليب هلأ برجع أنا تركها لآخر الحلقة لا أقول لاش هيدا السبب هلأ الحكومي دع أولى من هلأ الحكومي بدي أسأل سؤال نحن عاملين الحكومي من أجل المداورة ولا هي المداورة لخدمة الحكومة عم تخدم شي البلد والحكومي هلأ فكرة المداورة اللي قطع حزب الله بسوريا بدي أرجع كرارة واللي قطع ما بعد شطح وما قبل الوزير شطح الله يرحمه بيجي اليوم بيحل هيدك المشاكل وبيحل مشكلة البيانة الوزاري وسلسية شعبه وجيشه ومقاومة وبيجي بيخلق بيخترع قصة المداورة وبيسترد يعملها هيدا الشمعة وكيف بأي طريقة بطريقة نحن اتفقنا وطاعة تفضل نفذ لا أنا مش شرابة خرجة بهالبلد ولا حيتي هواتي بس أنا ما كفا ما كفا بدي وصل عم بيقول كتلة المسيحية مهلك شوي عمال شوي ما فيني أعطي ما فيني أعطي كل الحوار لألك مش كل الحوار خيأتيني الي بدي أعطي وعطي يعي كله مش عم توصل لنهاية بدي وصل لنهاية وغضر قال نحنا جزء من المسيحيين اليوم أيها أكبر كتلة مسيحية بمجلس النواب نحنا أكبر كتلة مسيحية بس في غير كون شو بتشتغل ده أنا عم قل له شعب المسيحي تفضل شارك بالانتخابات وانا مسلك جوا تب قل لي بالاخر انا اذا اتوجهت مع هالناخب شو بقل له انا شو شغلتي شو بعمل يفضل يقل لي وين انا شو دوري شو بعمل لا يجي يواجهني يقل لي ما فيه مثلك فيه عاطف مجدلاني ببيروت وفيه سامر سعادي بطرابوس بعتذر عن ذكر الاسماء بس تعد طلع هاو دي الشعب المسيحي اذا بده يتطلع في عندك 171 الف ناخب مسلم بعكار بقبل 73 ناخب مسيحي بيجيبوا 3 نواب مسيحيين بقل له خلاص بمثل انت تطلع هونيكي تعد طلع بطرابوس بشوف بهايدي الاعداد بيعلي ببيروت في عندك 278 الاف ناخب مسلم عندك 93 الاف ناخب مسيحي بيطلعو لنا خمس نواب مسيحيين وبيجي بقل لي وين هذا الجرع عادل علي وعمول بما يومسلم فهمنا الموضوع اليس منطقيا ما يقوله انا بس انا الاب اللي عندي بلاحظتين صغار وجاوبك على اي سؤال بداكي اولا انا اللي عم شوفه اليوم قدامني هو نموذج من اسلوب التيار الوطني الحرب المفاوضة هتا بشرفني بشرفك وبيشرفك وبيشرفك كل واحد هذا اللي قاله هو يابت خليني احكي على زوءك يابقون فل لا مش احكي على زوءك لكي لحظة لحظة خليك وبالتالي هذا نموذج على اسلوب الابتزاز الممكن يمير بكل المفاوضة يابت عطوني اللي بدي يا يابت عطوني اللي بدي يا وشعب مسلم فيه شي اسمه شعب لبناني بجناحيه المسلم والمسيحي هذه صيغة الشعب المسيحي المسيحيين رفضوها من زمان فيه شي اسمه شعب لبناني يا بدنا نتفق انه احنا مواطنين بهالبلد وكلنا شعب واحد مش مجموعة شعوب خطاب الطائفي الممجور لما بحكي عن الشعب المسيحي لا ما فيه شعب مسيحي فيه شعب لبناني هذا اللي نخصص هدو النقطتين أساسيتين بتأمين بالديمقراطية طبعا خليني أرجع لسؤالي أليس منطقيا ما يقوله أنه إذا قبلوا بالجلوس مع حزب الله بنفس الحكومة الوقت اللي كانوا رافضين يقعدوا مع حزب الله إلا إذا انسحب من سوريا وإذا قبلوا ببيان وزاري نقشوا من بعد تأليف الحكومة وإذا قبلوا بما كان قبل الشهيد محمد شطح ليس كما بعده إذا بكله لقبلوا قصة المداورة هي اللي هالقد عظيمة وهي اللي يجب أن نتوقف عندها بلا مداورة بها ثلاثة شهر حشرون فيها يعني حشرون فيها بلوا بعدم المداورة نشوف إذا بيمشي الحال ولا لا أنا خليني أقول لك بالأول من البداية إحنا موقفنا أنه إحنا هذا الموضوع الجلوس مع حزب الله قبل الخروج من سوريا بدون ما يتعهد بالخروج من سوريا أنا أحنا بذكره غلط أنا أعمل لك موقفي الشخصي هذا غلط لكن أنا أريد أن ناقش بدي ناقش لمصلحة الأبنانية هي بيقبلهم لا إحنا موقفنا واضح وإلناك يا جماعة بتعطوا معه على الطاول ما عندي مشكلة مع الأتلة بتعطوا أنا كجماعة لا الحزب ما نقاتل لا ما هني لا 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 ولا حدا نتهم الحزب بأنه قاتل كحزب لكن في أفراد الآن متهمين وعمل يحاكموا لما بتثبت عليهم هم كأفراد نعم يصبحوا قتل أثارتها أما إذا برأتم المحكمة فهم أبرياء خليني أرجع خليني أرجع لموضوع المداورة لكن موضوع المداورة موضوع آخر أنا برجع بإلك أنا لما بشوف أنه فيه فريق ضل عشرة الشهر عمالي عطل تشكيل الحكومة وأنه يبتقبله مثل ما أنا بدي تسعة تسعة ستة أو ما في حكومة ما في حكومة يا تسعة تسعة ستة أو ما في حكومة أخضر وإذا بتعمل حكومة بطريقة مختلفة أنا بدي أعمل عصيام مدني وبيدي أنزل على الشارع وبيدي عطل تسعين تسليم صار فيه تنازل من هنا أخذ تسعة أخذ بالك شوي أخذوا التسعة بس ما هو اتناني الناس الناس في لبنان عم تعاني خلينا نتذكر هذا الشيء خلينا نحكي بالناس وليس بالقوى السياسية الناس اليوم بدأ صدمة إيجابية لحتى تطلع من معاناتها الصدمة الإيجابية إنك تقول أنا هشكل الحكومة نعم بتنازل من الجميع مش بصيغة حشرني لأحشرك المواطن اللبناني منه قطعت ريهان من راهن عليها ومرة بتحشرني ومرة وبحشرك على حساب المواطن لا المواطن اللبناني هو تنازلات متبادلة بده صدمة إيجابية بده تشكيل حكومة بطريقة مختلفة عن الطرق السابقة تقول إنه الكل حيتنازل لصالح الوطن حكومة تصريف أعمال المداورة إجت شو بتكون حكومة تصريف أعمال ولا حكومة تحكم تاخد ثقة يعني يا سيد سليم ما بدك حكومة تاخد ثقة يا سيد سليم القوى السياسية بتشكيل الحكومة وصلك للثقة بدك حكومة تاخد ثقة ولا بس أنتو عم تبدل حكومة تصريف أعمال بحكومة تصريف أعمال القوى السياسية بتشكيل الحكومة دورها أن تبدي رأيها ثم بعد ذلك بتنزل على المجلس لتعطي أو تمنع الثقة ما دورها أن تنزل تعمل اعتصامات وما تسلم وزارات وغير ذلك وبالتالي دور القوى السياسية ننزل على مجلس النيابية وكمان القوى السياسية حرة ان تبقى او تستئيل اذا في وزراء معيين كمان عندهم الحرية الشخصية ومن يمثلون نحن نص البلد نحن نص البلد ونحن منش حديد فيه منساق وفيه دستور نحن بلد قايم على الشراكي وهي ده ايمان نؤمن فيه نحن انا قلولي وين بدي ترجمة هايدي الشراكة نسالي الوزرات ونسالي الحكومي بك حيالة موضوع اللي بكرة ما بتترجمة بالانون الانتخابيات اللي رح يبحسوه بكرة بتترجمة بالتعينات ما بالتعينات هني المناصفة مقدرينها ومحترمينها اليوم بس عمير جعي يعدد وانا اللي قبلين فيه بس ما عدت قبل فيه الواقع اللي مفروض هلا اكيدي مش منطفد علي لا عملت اعتصام ولا سكرنا البلد ولا إلا نحن بس في 34 نائب مسيحي ينتخبوا من قبل المسيحيين بس هيدا عم نقل له عم بيطلع الصوت عم نقل له هيدا ما بيستمر الثورات الاعتراضات البكرة كل شي بيصير بس تخنق تخنق الواحد بده بالآخر يمكن بسنة يمكن بعشرة بس هيدا ما بيكما ممكن يستمر فيه صرخة اليوم ببكركي طلعت حتى بالأولويات البند التاني بعد بناء الدولة مذكرة الكركي نعم عم نحدي عن قانون ما بيكفي نقول ما إحنا معه تعاو طبقوه قال عنه الدكتور عماد إنه مذكرة أو وثيقة ممتازة ممتازة على طبقه بالممتازة مش بالكلام أنا أنا طبقه لايك ما بدي نفز لي شي منه هالشي الممتاز بس ياخد شغلي وحدي منه سطر واحد هي توا 32 صفحة اللي هو أي سطر سطر واحد إذا هالقد ممتازي إذا عملوه بيكونوا ممتازين لهوي هيدا الباند الباند ثانيا وضع قانون انتخابي نيابي جديد وفق الميثقية اللبنانية بحيث يترجم المشاركة الفاعلة في تأمين المناصفة الفعلية والاختيار الحر والمسائلة والمحاسبة ويؤمن التنافس الديمقراطي ويلغي فرض نواب على طوائفهم بقوة تكتلات مذهبية بس طبق لي هالباند هيدا من كل هالممتاز وأنا إلك من الشاكر وبكون باعتذر عن كل كلام إن أزيته منه وعن كل كلام اعتبرته استغلاله وشو استعملت كلمي ما حبيته كثير ابتزاز بقى بس طبقوا هيدا ونحن لكم من الشاكر خليني بعض الفاصل الإعلاني أحكي عن موضوع هذه الحكومة كلها التعقيد في تأليفها هل لأنها ستكون حكومة إدارة الفراغ في الرئاسة أم أنه فعلا هي حكومة رح تكون شهرين أو ثلاثة هون السؤال بعد هذا الفاصل الإعلاني أعود لمتابعة هذا الحوار الساخن مع النائب عماد الحوت والنائب السابق سليم عون نحن اكتسمت يعني هادي عجلة السيرة على الطريق من اللي بقى لهون خليتك توصل معصب لا مش معصب صحيحة في واجه عليك نحن لا من مسيل والله تحت الهوى كنت عم قللك استيس جورج انت كمسيحي اللي كنت بصراحة حاس حالك شريكي بهالبلد أو اعطيني شي ما تبتين خلينا 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 ليش عم ترجعوا تحطوا حالكم بهذه الدائرة بهذه الزاوية الطائفية والمذهبية مرسي على سؤالك لأنه عنا أناعة أنه لبنان ما بيقوم إلا بكل مكوناته مش لأني مسيحي عندي عقدي أنه معلاي إذا أكل المسيحي بالزمنات وقت اغتيال الرئيس الحريري نحن أول طرف شجع طيار المستقبل للنزول إلى الشارع وأنا بذكر أول نهار كان مش كتير محسومي بدون نازلي على الشارع دفعنا ودفشنا وقفنا إلى جانبهم تموز وقت اللي كان فيه عدوه من الخارج عم يستهدف فريق لبناني ما تركناه لحاله وقفنا إلى جانبه وكيف بالأحرى إذا كنت عم توقف مع مكون من مكونات الوطن اللي كان شيعي ولا سنة وقت يجي المسيحي عم تندار إدارة البلد بهالشكل هذا وهو لايك لبنان بلد مسيحي مثل بلد مسلمي ما قاله معنى وما قاله طعمه وما بيزيد هلأ عشر تلاف واربعمية واثنين وخمسين كيلومتر وهذه نذكرت كمان بيمذكرت بلك الأول الشهير لجانبولدو البابا الله يرحمه جانبولدو بسأل أنه لبنان هو رسالة نحن إذا ما أثبتنا أنه فينا نعيش مع بعضنا هذه الحياة المشتركة كيف لكان بلا مسيحي بتجوز بلا حضور له بلا وجود بلا جناحين ما تسافر وانتخب وشارك بالحياة السياسية دكتور عمد خلينا انتقل لموضوع الاستحاء الرئاسي هل هذه الحكومة كل التعقيدات حولها لأنه ينظر لإلى على أنها ستكون حكومة استلام الفراغ أو إدارة الفراغ شوف مرة لي بس بالأول جملة اعتراضية بالمفاوضات اللي صارت على الحكومة أنا باعتبر أنه الفريق السني بالمفاوضات احترم شريكه المسيحي وخليه يعبر عن رأيه مباشرة للرئيس سلام وما تكلم باسمه بينما حليف التيار الوطني الحر راح تكلم باسم كل المجموعة وقال أنا بتعهد ولما انتفض التيار الوطني الحر قالك أنا بوقف معه احترام المسيحي بيبان بطريقة التعامل وبطريقة التصرف مش بالتضامن بالمقدمات كمان بس هو عم بيقول أنه كل طرف بفاوض عن حاله وهذه التيار الوطني الحر أبلغها للرئيس بري ولحزب الله وعلى العلم طلعت الرئيس بري بالأساس عم بيلك مأخر أما دور هذه الحكومة احنا عم نقول احنا بدنا إياها حكومة لإدارة استحقاق انتخابات الرئاسي غيرنا بدو إياها لشيء تاني ما بعرف بس احنا واضحين بالكلام تبعنا احنا بدنا إياها حكومة تدير استحقاق انتخابات الرئاسي لأنه احنا بحاجة لوجود حكومة بحاجة لوجود مجلس النيابين نستطيع أنه ننتخب رئيس جمهورية ما بدنا نوصل للحظة فراغ على مستوى المجلس وفراغ على مستوى الحكومة وفراغ على مستوى الرئاسي وبالتالي نروح لدولة فاشلة تحتاج إلى إعادة بناء من جديد هل أنتم موافقون بأنه الاستحقاق الرئاسي سينجز لا بموعده حكما لا حكما لا ما رح ينجز حكما مش واسقين حكما مش واسقين لأنه نحنا اليوم تسعة عشبات تسعة عشبات لخمسة وعشرين أدار في عنا شهر ونص شهر ونص هي لو ما نحنا عندنا الخشية كل موضوع المداورة على شهر ونص يرده لو فيه انتخابات نحنا أول ناس موضوع المداورة لخمسة وعشرين أيار الحكومة هاي بتضلها لخمسة وعشرين أيار مش لخمسة وعشرين أدار مش لخمسة وعشرين أدار حتى ما نوهم اللبنانيين هذه حكومة عبرها لخمسة وعشرين أيار لو فيه انتخابات رئاسي مش محرز كل هيدا المشكل يا لاتم نعمل انتخابات نحنا يمكن لو بعمل نفاوض بالمفاوضات أنتم مع انتخابات مبكرة يعني مع انتخابات إذا أول ما تبلغ لها الخشي مزبوطة معنى ذلك توقفهم عن عدو ذارة الطاقة لتعطيل تشكيل الحكومة فإذا لا خلينا أنت موضوع تعرف الحقيقة معناتها أنه هني عارفين رايحين على فراغ كأنه هني شاعرين أنه نحن رايحين على فراغ وبالتالي ما بدوا نستبدال هذه الحكومة بحكومة أخرى ما قلتلك وإلا ما كانوا عطلوا معناتها إذا كان المنطق اللي عم يمشي فيه الأستاذ سليم هيك وأنا ما بدي أمشي بمنطق سوء الظن لكن هو عم يفتح لي بواب لسوء الظن أنا اللي عم بقوله بدي حكومة تدير انتخابات الرئاسي وهي الحكومة بتدير انتخابات الرئاسي شو عم تحقق بالعكس الخشية أنه الحكومة تدير الفراغ الرئاسي وحلق ليلي شوية منطق دكتور هي الحكومة شو عم تدير انتخابات الرئاسي المجلس نيابي بيروح بينتخي في فترة يابد أن يكون فيها حكومة الخشية أو كلنا عم نخشى أنه الفراغ وهيدي هي المشكلة الكبيرة إلى أي مدى أنتم تخشون الفراغ في رئاسة الجمهورية وهيدا نحن نتبه مين بتحمل مسؤوليتكم بتركيبة نظامنا هذا الموقع الأول للمسيحيين صح؟ اليوم الحكومة بالسابق كان وقت بدنا نجي على استحقاء مماثر كان رئيس الجمهورية كلف كرئيس حكومة شخص ماروني هلأ يمكن بعض الطائف ما رح نفوت بهذه الجدل يعني يرجع يكلف شخص ماروني بس على القليلة يكون المسيح بكرة كل مجلس الوزراء هو يبدو ياخد صلاحيات الرئيس حلوة هالحكومة اللي عم بيفكروا فيها اللي بدون يعطوها صلاحيات الرئيس اللي هي مسيحيا مزلطة يعني فيه منطق يا جماعة منطق وبكل تصريحنا وبكل بياناتنا عم نقول نخشى من هذا الشيء هيدا زيادة عن تعقيد موضوع الحكومي هلأ إذا بكتقلي هيدا الموضوع النفط منه جديد يمكن سبب الاستيقال وهيدا ما تضوّع علي كتير مع الأسف ما بعرف لاي مع أنه زكارة واضحة كتير الوزير بسير سبب استيقالة الحكومي السابقة أو اللي هلأ عم تصرفها أنه النفط مش أشرف ريفي ويمكن مرة لا أقول لك شو الوقائع اللي بتأكد هيدا الشيء أول شيء هو ذاته اللي أشرف ريفي قال ما يضحكوا علي مش كرمال استقالة الحكومة كرمال سبب آخر الشيء الثاني كانت عجدوا الأعمال ذات الجلسة اللي طار فيها اللي تم فيها استقالة الحكومة أكتر من هيك هيدا اللي عم يسموه مبدأ اللي هو منه مبدأ هيدا شرط مين وضعه وضعه الرئيس السنيورة بالاستشارات هو أول من طلع كفريق سياسي قال نحنا عنا شرط بالمداورة يمكن ما قال ما جاب سيرت وزارة الطاقة بس قال شرط المداورة الوزير جنبلات بوقتها خلينا نعرف كان قبل ما تصير العلاقة جايدة معه نحن وياه كمان صرح قال أبدا ما معقول يتكون بقى وزارة النافط مع الطيار الوطني الحر هيدا كلها بمرحلة سابقة وبلشت على بكير مش هيك وصلنا لهم اجت عندهم هالرؤية الحلوية للبنان اللي بدون يبنوه وبدون يتقدموا وبدون يعطوا مستقبل لأولادنا ولحيالنا وبطلعوا بالمداورة خلينا اسأل دكتور عم تحوت شو السيناريوهات المتوقعة أو المفترضة يعني نحنا وصلنا اليوم بتاريخ 9 شباط يعني صار لنا أسبوعين منسمع أنه خلال 48 ساعة الحكومة خلال 72 ساعة الحكومة الثانين الخميس الثلاثة السبت الثانين يعني لوتو ايه مثل اللوتو اليوم شو السيناريوهات المتوقعة أو المفترضة شو ناطرين هلأ أنا اعتقادي أنه في عملية مراوحة بدا تستمر لحد ما يتبين المعطى الإقليمي وين رايح وبالتالي هل إيران سيتم استيعابة وفق المنظومة الدولية النتجة اللي نتجت عن الاتفاق النووي ولا لا هل سيبقى الإقبال على إيران ايه أو لا وبالتالي إيران شو عملت قالت أنا عم قدم شهادة حسن السلوك مطلوبة منها خلال 6 شهر بعدها 6 شهر بيتقرر بيررفع عنها الحصار الاقتصادي ولا لا فقالت أنا عم قدم شهادة حسن السلوك حسهل من جملة الأشياء اللي قدمتها أنه أنا حسهل أعطي ضوء أخضر بس لتشكيل حكومة في لبنان لتأمين الاستقرار لكن لما صار فيه نوع من أزمي بالاتصال مع إيران رجع السحبة الضوء الأخضر وبالتالي أنا أعتقد أنه فيه نوع من مماطلة الآن بدأت تحصل فيه موضوع تشكيل الحكومة حتى يباني المعطل الإقليمي وترجع إيران مرة تانية تعطي ضوء أخضر للأسف مع احترامي وتقديري لصراع وللمعركة اللي عم يخوض التيار الوطني هي جزء من المشهد أنا ماني عم بقول أنها مش لا هي جزء من المشهد لكن ليست كل المشهد إذن نحن بحال مراوحة برأيك حسب قراءتك إلى حين تبيان تطور ما إقليمي يسمح بإعادة تحريك العجري إلى الحكومة إلا إذا رئيس الجمهورية ورئيس المكلف وصلوا إلى لحظة من القناعة أن هذه المراوحة ليست لمصلحة البلد فأنا سأعلن الحكومة اللي نتجت عن كل هالاتصالات حكومة يعني شبه حكومة أمر واقع سياسي هالحكومة اللي نتجت عن كل هذه الاتصالات أنا بأعلنها وكل قوة سياسية تعبر عن موقفها طيب ساعاتها بيستقيلوا الوزراء وبتفقدها يتحملوا مسؤوليتهم يعني بتصير حكومة مستقيلة يتحملوا مسؤوليتهم أمام الرأي العام بس شو من كون عملنا يتحملوا مسؤوليتهم أمام الرأي العام بيكون بدلنا حكومة مستقيلة بحكومة تانية مستقيلة ومش أغيسة هذيك أغيسة عن اللي كانت يعني عندها شوية شرعية أكتر برأيك استيس سليم هل أيضا المعطأ الإقليمي هو الذي يؤثر فيه التطورات الداخلية هل نحن ناطرين ضوء أخضر ثاني هاللغة يمكن كل الأفريقاء في لبنان بيعرفوها أكتر مننا لأنه نحن الفريق الوحيد وبرجع بقول الوحيد ما عنده أي ارتباط بالخارج مش الوحيد ما عليش يعني تواضعوا بعض الشيء رجاء أن تواضعوا بعض الشيء ليس الوحيد ليس الوحيد ونحن مع الأسف من أولى الخارج هلأ كنت عم شوف عم يدفعنا بالأكتر روحوا تتفقوا خيلش شو بدكم تركونا هلأ نحن عم نحل المشاكل الكبيرة لوك بعضوا عنا هني عم يدفشني يعني هاي لأول مرة الأطراف الخارجية عم تدفعنا لنتفهم ونحن مش عم نقبل بس بمرحلة معينة كان في ضوء أخضر اليوم حسب قراءة يعني هوني يعني هوني في قراءة تانية عم بيلة نحن بقنا بالأساس رأيي نحن فيه هامش نحن مش عايشين بجزيرة حيلا بلد بالعالم فيه تأثيرات خارجية بتأثير فيها الغلط اللي صار معنا بلبنان أنه ربطنا كل شي مع الخارج ما تركنا الهامش اللي لازم أنت لو فيه تفكير صحيح كنا كلنا كأفريقاء سياسيين منحاول نحن نكبر الهامش الداخلي ما فيك تلغيب الخالص الهامش الخارجي نحن شو عملنا نحن سلمناه بالمطلق وسلمناه أنا بدي أرجع معلاي لوقت التمديد لسبب لاش نحط سنتين وعصروها عصروها طلعت سنة وخمسة شهر لا انتظار شو بده يصير بالخارج وهيدا الاتفاق مش اتفاق إيجابي هو الاتفاق محبب أنا ما إلي حق تمديد لمجلس النواة ولو ناس متخصمين أنه إذا اتفقوا أنا وياك لسا محال الله مختلفين إذا اتفقنا نعمل خير هي شي محبب بس إذا اتفقنا على شي نخزق القانون والدستور وبالعكس نقول ننطر لو مين يستقوي على التاني هده اسمه اتفاق سلبي اتفقنا لا بمجلس النواة بعد نعملنا قانون لا حكوم يعملنا مجلس النواة مش عميجتمع هلأ كله الحق على الطيار الوطني الحر مش هاي بكل هاوضي رحنا على المجلس الدستوري عطلنا المجلس الدستوري الوحيد اللي عم بيصرخ يقول يا جماعة نحنا بعد خلوتنا اللي نعملت آخر مرة بيتمري إلنا بدنا نفصل السياسي عن العمل اليوم عن العمل اليوم التشريعي أو المعيشة اللي هو عليها بحياة الناس وبهمهم بدنا الكل نرجع نقرب لبنانية من نتعاطب هلأ نجحنا إلى حد ما فشلنا بالقضر الكبير بس على القليلة إلنا شرف المحاولة من شان هاك عم برجع إلك ما نلزق كل شي دايما كل ما تعهد عنا بالخارج وإذا في شي صح بالخارج وعننا نحنا نعم وبدل قصار خليني أتوقف مع آخر فاصل أعلاني ثم أنتقل إلى المحور الأخير أو البارت الأخير من هذه الحلقة نحكي شوي عن الوضع الأمني بالبلد ومدى انعكاس الفراغ السياسي اللي عم نعيشه على الأوضاع الأمنية بعد هذا الفاصل بعد في دقائق قليلة لختام هذه الحلقة بدي أحكي عن الموضوع الأمني ما له علاقة بالموضوع السياسي وأيضا ما له علاقة دكتور عماد الحوت بالجو المتطرف يلي صار سائد ببعض الأماكن ببعض المجتمعات عند بعض الفئات وسؤال للأساس لأيكم أنتو شو مسئوليتكم كجماعة إسلمية أنتو كجماعة إسلمية عندكم أتبعكم عندكم مريديكم عندكم وجودكم بالشارع الشعبي شو مسئوليتكم بهذا الظرف بالذات يلي عم نعيش فيه بظل تفجيرات بظل انتشار فكر تكفيري وأصولي بظل وجود انتحاريين عم يستهدفوا مدنيين شو دوركم بهذا الإطار شوف خليني لك شيء كتير واضح وكتير بسيط أولا ساحتنا وعي تماما لهذا الموضوع وهي تميز تماما بين الفكر السليم والفكر غير السليم وأخذ موقف من الفكر غير السليم وبالتالي في حالة إجماع بين اللبنانيين إلا قلة قليلة موجودة بأي مجتمع يمكن بس في حالة إجماع بين اللبنانيين أنه في إدانة لأي فكر متطرف خاصة إذا نتج عنه أذى لمدنيين وأطفال ونساء هذا رقم واحد رقم اثنين أنا بس بدي انتبه للمشهد الحقيقي في مين عم يحاول يرسم صورة أن الطائف السنية وأنا آسف لاستعمال الطائف وكنت أنا ما كتير بحبها يعني طائف السنية هي طائفة موصومة بالإرهاب أو مشبعة ببيئة حاضنة للإرهاب للتطرف وهذا مش صحيح لأنه بنهاية الأمر الآن ثبت بكل الدراسات أنه داعش بدايتها النظام السوري بداية تأسيس النظام السوري داعش هجمت السوار ولم تهاجم النظام وبالتالي هي كانت أداة لتجميل صورة النظام حتى يجي يقول للمجتمع الدولي أنا أفيد لكم من أي جهة أخرى لأنه أنا بقدر حارب الإرهاب اللي هو صنعه نفس الصورة أنا هون بالواقع نفس الصورة عم تصنع بلبنان بس كمان بلبنانة لما بيكون في توقيف معين خلينا أخذ عن توقيف الشيخ عمر بيصير في تظاهرة على وزارة الدفاع بيصير في هيئة العلماء المسلمين بتقوم قيمتها بيصير في مشايخ خطباء حتى نواب كمان ثب وثبت بالآخر قائد الجيش بنفسه قال من يومان أنه مظبوط كان نائل انتحاريين وسيارات وأحزم ناس في الأخري طب ليش بدأت قوم لأيامك لما الجيش عمل عمل أمني أو إنجاز أمني أولا خلينا نقول ثلاث شغلات سريعين مع احترامي لقائد الجيش مش من صلاحيته يقول هذا الكلام لأنه في شيء اسمه سرية التحقيق مش من صلاحيته يقول شو نتيجة التحقيق نتيجة التحقيق وحوال للقضاء بس الظرف بس الظرف بيفرد الظرف بيفرد يا استجرش يا استجرش نحن لازم نكون بأنون طوارئ وأنه كل يومين ثلاثة عم بيطلع انفجار بس نصير بأنون طوارئ من مارس ممارسات الطوارئ إحنا الآن بأنون عادي بزل الأنون العادي فيه أصول للتوقيفات وفيه أصول للتحقيقات وفيه سرية التحقيقات أنا اللي عم بقوله والمشايخ اللي تظاهروا عم بقوله القضاء ياخد مجاله وبالتالي كل واحد يثبت عليه جرم الإرهاب فليحكم قضائيا وتنزل فيه العقوبة ما عنا أي أزمة في ذلك إنه سير التوقيف بطريقة تتجاوز حقوق الإنسان ويضل 15 يوم لمحامة ولا حدا يقدر يشوفه ولا طبيب شرعي هذا موضوع كمان بيترح علامة استفان بس لما بيكون في تهم بهذا الحجم لما بيكون في تهم بدك الجيش ياخد إذن ياخد إذن إذا بده يوقف مقلوب لكن الجيش بيأوس على باب وبيخلع البيوت وبيطلب من النساء تركع على الأرض وما بيصبح لأمرأة تحط على راس الحجابها هذا أمر غير مقبول كمان لكن بدك الجيش يفوت على منطقة بكامد اللوز ويقتل صاحب البيت ولاده ومرته موجودين بعد ذلك يكون هذا حصل خطأ فيه أصول التوقيفات فيه أصول مداهمة البيوت بعد ذلك أي واحد بيثبت عليه أي شيء إحنا أبدا لا يمكن أن نغطي أي جرم إرهاب أستاذ سليم خلينا بس بشكل كتير مختصر لأنه لو أدغطي أخيرا فيه فرق بين أن القضاء يمارس دوره والجيش يمارس دوره المطلوب لكن أنا إذا بدي أحمي التحقيقات لازم يكون فيها شفافية لأنه لما بتضيع الشفافية بيصير التحقيقات مشكوك فيها واليوم لا أفترض أنه عمر الأطرش اعترف فعليا بما قام هالغموض اللي حصل بالتحقيقات بيخفف من اعترافه أنا بدي أحمي القضاء وبيدي أحمي التحقيقات بأنه طالب الجهة بالشفافية شكرا لك تفضل أستاذ سليم بالختم تعليقك على الموضوع الأمن كيف بدنا نحمي الساحة الداخلية من التفجيرات الأمنية اللي عم تسيح الجيش اللبناني بعد المؤسسة الوحيدة الجامعة باللبنان صحيح بقى دايما الغمز أوقات بموضوع خلي الشك يصير حوله بيعتقد مش بمحله إذا في ملاحظات بتنقال دغري بتصور الإيادة وكل الأجهزة بالجيش صدره واسع وبعيدة كل البعد عن التفرقة وعن الطائفية وعن الاصطفاف السياسي كلمة منحيدة عن هيدا الموضوع كلمة هو مقصب يعني هي بعد المؤسسة الوحيدة الضامنة للأمن وللسلم الأهلي يعني بادي يستهدي في لبنان إذا ضرب الجيش اللبناني العود بسلامتك معاش عنا شيء أي حماية بلبنان يعني هيدا آخر حماية إليها بلبنان من شان هاك حلق نحنا شهدتنا مجروحة عاطفيا نحنا مع الجيش اللبناني بس كان يضربنا الجيش اللبناني نقول له ما بدنا جيش في لبنان إلا الجيش اللبناني كنا نقول عم ناكل قتل منه نعم بقى مش شيء مصطنع اللي عم نقوله لا أنه بس ردا على الدكتور عماد يعني هيدا شيء عنا هي بالعاطفي زيادة عن الزوم نعم أنا خليني قبل ما قبل ما أصل ما بقى عندي وقت لا لك ما بقى عندي وقت كلمتا جملة عندي نص ديئة نص ديئة نص ديئة أول شغلي بزور الإرهاب عنا بلبنان قديمي شوي بنا ننتبه مع الوقت عم تكبر هي بلشت ما ننسى القضاة الأربعة عسمان وهرموش وشهاب وبوظاهر اللي بـ 8-6-9-9 قتلوا على أوصل المحكمة ما ننسى الأحداث الضنية الصارت بالألفين ما ننسى اليوم عم بضطر نذكر لأنه صار فيه انتحارية عم بيكونوا لبنانيين هيدا شيء بعيد عن عاداتنا وعن تقليدنا وعن ديئة مستمعنا كان الدين الإسلامي أو الدين المسيحي نحن هيدا بلش بفترة كان لبناني بأحداث أيلول شارك فيها يعني تبهوا عننا نحن في مؤشرات بس بدي أختم بشغلي مستاج مهم إجا من الوزير بسير لأنه حلوي كتير بتحقق بتقول سواء فمتونا أم أسأتم فهمنا إننا نعمل لكي يكون لبنان أهم وأكبر من حقيبي شكرا لأيك ستاة سليم عون شكرا لأيك دكتور عماد الحوت رح اختم هذه الحلقة بجو بعيد كليا عن هذا السجال وعن هذا الموضوع في معرض تحب بحامي في معرض بالجامعة الأمريكية في بيروت يتضمن استنساخ رجل فينيقي من 2500 سنة روبرتاج عن هذا المعرض بختام هذه الحلقة وإلى اللقاء لأحد المقبل أريش والكلمة تعني باللغة الفينيقية الشاب المحبو استقطب أحفاد الفينيقيين وحجدا من المهتمين بالتاريخ والأثارات والحضارات البشرية الذين حضروا إلى معرض يقاموا في متحف الأثار في الجامعة الأمريكية ببيروت لرؤية الشاب الفينيقي علما أن المعرض سيستمروا حتى الـ 26 من شباط الجاري كان بيود مدير متحف قرطاج أنه يزرع شجرة أمام المتحف فطلب أنه يحفروا الجراء والحفرة لكي يزرعوا ومثل العادي بالأثار وصلوا بالحفرة على بير وبآخر البير وجد القبر والقبر منحوط بالحجر الرملي منحوط بطريقة كتير مرتبة اللي بتدل على أنه شخص مهم ذات مرتبة اجتماعية عالية هذا الهيكل العظمي اللي كان موجود بالحفرة طبعا استخرجوه مع الأساس الجنائزي يعني مع كل القطع الجنائزي اللي كانت تطفن مع الميت في الماضي بالألفين وثمانية قرروا أنه خرج هيدا يرجع إعادة تركيبه بمجسم إنساني هيدا هيدا الإنسان أو الشاب الفنيقي أول شي عرفه بتدير عصرات أنه هو شاب مش صبيه طوله مترو سبعين وكان عمره وقت اللي توفى بين التساتاش واربع عشرين يعني مرجح عشرين سنة ليش سموه أريش أريش اسم أطلقوه عليه طبعا مش اسمه هو أريش بس لأنه هيدا الاسم كان وارد بالكتبات البونية الفينيقية البونية بتعني المحبوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة